اشتركوا في القناة والصفقة الكبيرة بدر بنون الفقرة الثانية هيكون منورنا مصطفى جبيتة احد نجوم النادي الاهلي وطبعا لعب مصر المقصة وبتروجيت هنتكلم برضو معاه على مشواره في الدوري ورؤيته للمباراة نهائية مباراة النادي الاهلي والزمالك الفقرة الثالثة هيكون معنا اتنين من يعني نجوم المستقبل ان شاء الله ولاد النادي هيكون نجوم ان شاء الله صعد بشكل اكتر من رائع الشاب وهو طبعا معنا حمزة علاء ده طبعا حارس مميز جدا موليد 2001 صعد مع الفرير اول بشكل كبير وكمان زميله محمد اشرف قبل ما نخش في كل دوات خلوني طبعا ارحب بزميلتي سهام مساء الخير عليكم زكا كابتن هاني مساء الخير مساء الخير عليكم مشاهدينا في كل مكان جمهور النادي الاهلي العظيم برحب بحضراتكم وحلقة اخر الاسبوع في البيت الكبير كل الاخبار كواليس الموضوعات حتى المطروحة واللي شغلت رأي العام او السحر ريادية او السوشيال ميديا معنا النهاردة ويمكن النهاردة برضو زي ما كابتن هاني بيقول كده دلوقتي النهاردة ان شاء الله ضيفنا مميزين وهنتكلم معهم في موضوعات مختلفة جدا طبعا موضوع اللي بيشغل بال يعني رأي ناس كتير اكيد النهاردة يمكن بدأ موضوع يمكن فرض دفسه بشكل كبير جدا على الساحة القروية وخاصة السوشيال ميديا خلال يمكن الساعات القليلة عندنا لاعب ناشئ رامز حفظ الله رامز ده طبعا بيلعب في فريق ميلوال ده الانجليزي ده فريق في القسم الثاني في انجلترا بيحتلل المركز السابع دلوقتي في هذه المسابقة خلينا اتكلمكم ان طبعا هذا اللاعب والده مصري ووالدته انجليزية مغربية مغربية اه بالزبط المشكلة اللي حصلت او مش مشكلة طبعا الكابتن ربيع بيتابع اذا احنا الكابتن ربيع بيخش معنا دايما المداخلات بيدور في كل لو ما كانش في انحاء مصر بيدور كمان على المحترفين اللي برا كل الولاد اللي ممكن يفيدوه في الفترة اللي جاية مع منتخب الشباب وفي اكتوبر اللي فات الكابتن ربيع طلب من مسؤولي اللجنة الخماسية انه بيعته جواب استدعاء او جواب استضافة لهذا اللاعب للانضمام لمنتخب الشباب لاجراء بعض التدريبات مع الفرقة يخش في مباراة ودية الكابتن ربيع ياسين يتعرف بالشكل مباشر على هذا اللاعب من خلال الملع المشكلة اللي حصلت ان الاتحاد الكرة او اللجنة الخماسية فعلا بعد جواب استدعاء مسميمة بين قوسين كده للعيبة المحترفة بيكون جواب اسمه جواب استدعاء بتطلب فيه اللاعب انه يكون موجود في مصر كل ده كويس المشكلة اللي حصلت او الغير منطقي بالنسبة لنا كلنا وكان شيء اعتقد مفاجأة للجميع انه كمان هذا الجواب كان بيقول تعالى انت هتحتحمل تسكرة الطيارة والاقامة واكلك وشربك علشان عايزين نشوفك اذا كنت تنفع تلعب او تتواجد مع منتخب الشباب ولا لا خلينا اتكلم ان الجزئية دي جزئية انبروفيشنال جزئية غير محترفة بالمرة بالمرة وخليني برضو اخد معاكم جزئية تانية ان هذا اللاعب كمان انضم الى منتخب الشباب المغربي ليه انضم لمنتخب الشباب المغربي وما راحش منتخب مصر هنا لان الاسلوب والتعامل مع هذا اللاعب كان انبروفيشنال على مستوى رضيء جدا جدا من الاحترافية الطبيعي جدا انك بتستدعي لاعب انك بتبعث لواحد انت متمثل فيه خير هيكون اضافة لمنتخب مصر ومنتخب الشباب ممكن يكون اضافة في المستقبل لمنتخب مصر الاول هذه الصيغة وهذا التعامل مع اللاعب اعتقد كان شيء رضيل جدا على المقابل المنتخب المغربي بيبعت professional letter بتكلم اتفضل حضرتك تكون متواجد مع منتخب الشباب المغربي اقامتك تذكرك طبعا على حساب الاتحاد المغربي كل الامور الاحترافية ماشية بشكل strict و direct وبالتالي اللاعب طبعا شاف الجزئية دي اختار المنتخب المغربي وانضم لمنتخب الشباب المغربي النقطة برضو اللي عايز اتكلمك فيها سهام الشكل كمان يعني احنا تقريبا الله اعلم يعني انا كان ليا تجربة مع منتخب الاولمبي كان فيه لعب طبعا استفان شعراوي كان بيلعب في جينوال ايطالي فيعني انا توجهت لي وصفرت له واتكلمت مع والده واتكلمت مع والدته وفي الاخر طبعا هو اختار المنتخب الايطالي نتيجة انه هو ما كانش متواجد في مصر وما بتكلمش عربي باستمرار اه باستمرار ولكن خلينا نتكلم في الجزئية ديت وان شاء الله كابني الربيع يكون ممكن يتواجد معنا النقش فيها ان الجواب ده غير احترافي بالمرة ان حتى شكلنا على مستوى يعني الاتحاد الانجليزي لما يلاقي جواب من الاتحاد او من اللجنة الخمسية بهذا الاسلوب وبهذه العدم الاحترافية حتى في استدعاء اللاعبين فاعتقد ده شيء يعني شيء مؤسف للأسف اللي يضايق اكتر انه الاتحاد المصري هو اللي طلب اللاعب قبل الاتحاد المغربي صحيح وهو ده المؤسف الحقيقة في القصة ان انت النهاردة يعني انضمام رامس حفظ الله للمنتخب المغربي للشباب كان مفاجأة جبيرة جدا وكان الحقيقة غير متوقع علشان كده كابتن ربيع ياسين المدير الفاني المنتخب الشباب منتخب مصر للشباب يعني كان وضح الموقف ده اكتر من مرة يعني مش موقف رامس حفظ الله موقفه مع لعيبة كتار جدا مع معاناته مع الاندية هنا في مصر والحقيقة في الموقف ده بالذات لما يقول ان مسئولي اتحاد الكورة قاموا بمخاطبة نادي من الولي انجليزي في 4 اكتوبر اللي فات يعني بقى لنا النهاردة اكتر من شهر شهر وشوية فانت النهاردة لما تخطبوا في 4 اكتوبر اللي فات بطلب منه لضم اللاعب رامس حفظ الله لمعسكر شباب المصر خلال المرحلة اللي جاية وكابتل الربيع ياسين الحقيقة كان طالب كمان انه اللاعب ده يخضع الاختبار في معسكر المنتخب وده من خلال انه هيشارك اكيد في مباراة ودية بس ده ما حصلش اي رد لا من اللاعب ولا من النادي الانجليزي ولا عارفين لحد لوقت القصة يعني ايه كواليسها بالزبط ايه اللي حصل بالرغم من طلب برضو اتحاد الكورة من النادي واللاعب التواجد في القاهرة لكن الاتحاد المغربي بيعلن فجأة انه ضم حفظ الله فعلا لشباب المغرب وطبعا زي ما احنا عارفين انه منتخب الشباب النهاردة بيستعد لخوض فعاليات بطولة شمال افراقيا اللي هكون في تونس ان شاء الله في الفترة من 15 ل 27 ديسمبر والمغرب هتشارك فيها والجزائر وتونس وليبيا اه يعني مجموعة قوية سهم ولسه مش فاهمين القصة القصة زي ما قلتلك القصة كلهم هم مردوش كمان علينا ولا الولد رد علينا والاتحاد الانجليزي مردش ده طبيعي جدا لهذا الشكل من عدم الاحترافية في ارسال صيغة مهينة حتى المصري يعني انت انت كاتحاد او لجنة مسؤولة عن كورة القدم في مصر لما بتستدعي احد اللاعبين الخارجين اللي بلعبوا برا لازم الصيغة تكون محترمة بيشرفنا ان تكون متواجد معانا وطبيعي جدا يعني انا بتكلم من زمان ايام ما احنا كنا بنلعب مفيش حاجة اسمها تعالى وانت اطفع تسكرتك فكرة انت تتحمل تذكر سفرك واقامتك في الفندوق دي انت بتقول لي ده اول مرة يحصل في تاريخ الكورة يعني يعني ما حصلتش حتى لما بيكون حتى نادي على مستوى النادي لو جبنا على مستوى الاندية ممكن يكون نادي مهتم بلعيب من ما والمدير الفني عايز يشوفه في الملعب عايز يشوف امكانياته الفنية البدنية بيجيبه على حسابه وفترة المعاشر بيبعث له يعني بيبعث له تذكر الطيران والاقامة لمدة اسبوعين تلاتة على حسب ما يشوف المدير الفني علشان يشوف هذا اللاعب وبالتالي يعني حتى الخطاب الاستدعاء انا في اعتقادي كان سيء جدا الصيغة مكتوبة بشكل سيء جدا وانتي بتقولي يعني كابتل ربيع بيقول انا بعت والجواب قدامنا على الشاشة طبعا جواب بيقول ان احنا بندعو اللاعب لحضور مصر ولكن تذكر الطيران وتكاليف الاقامة لحد ما ينتهي اختباره وبرضه موجود دوع اختباره ديت ما بين قصين لان الولد جاي على اساس انا في منتخب مصر اشارك بشكل كبير وكابتل ربيع هسين زي ما انتي قلت يا سيهان بيقوم بمجهود اكتر من رائع على المستوى الداخلي وعلى المستوى وبيتابع اللعيبة وبنفسه ودقوب جدا وحريص جدا وانا الحقيقة برضو يعني مستغربة جدا من فكرة ان شكلك شكلك قدام الابتحاد المغربي شكلك قدام حتى من اب مصري اللاعب من اب مصري ومن ام مغربية فطبيعي جدا الاولى انه يختار يعني متخب بلد فده الحقيقة حواليها علامة استفايا يعني دي قصة تانية وعايزيننا الكابتل ربيع يا سين عشان ان شاء الله هنجيب الكابتل ربيع معنا طيب اكيد هنجيب الكابتل ربيع لكن انا بقولك هو نفس الموقف حصل مع استفان شعراوي انت رحت له بنفسك رحت له وتكلمت معه وتكلمت مع بابا يعني هو بابا طبعا كان يتمنى عشان تكون يعرفة الاب دايما بيتمنى الولد يلعب لمنتخب بلد وانتداد للأب فلكن هو كان استفان شعراوي هو مولود هناك ما بتكلمش عربي كتير وكان لعب لمنتخب ايطاليا تحت 16 سنة فالامور كانت صعبة فدي نقطة النقطة اللي انت بتكلم عليها او اللي أنا حزين عليها العدم الاحترافية في استدعاء هذا اللعب ممكن يكون وارد جدا يكون لعب مميز ومنتخب الشباب يكسبه ومنتخب مصر يكسبه وبالتالي عدم الاحترافية في ارسال هذا الخطاب أنا بالنسبة لي كان شيء مؤسف يعني بصراحة يعني فربنا يكون مع ربيع ياسين وكابتر ربيع ياسين ان شاء الله في الفترة اللي جاية طيب طيب مع منتخب الشباب ونسيب المشكلة وكابتر ربيع ان شاء الله بإذن الله يكون برضو موجود معنا نشوف رأيه في هذا الموضوع ان شاء الله يكون موجود معنا في الفقرة الأخيرة نروح بقى لمنتخبنا الأول طبعا بيستعد بشكل جدي جدا لمواجهة توجو ان شاء الله يوم السابت اللي جاي كل الدعم أكيد والتوفيق لمنتخبنا القومي بقيادة الكابتن حسام البدري واللعيبة متأكدين ان شاء الله بإذن الله ان المنتخب خلال المبارايتين دول هيحسم ان شاء الله يعني قمة المجموعة زي ما احنا عارفين ان جزر القمر اتعادل مع كينيا وبالتالي جزر القمر في المركز الأول يالي كينيا يالي مصر ثم توجو بخصوص مباراة للعودة ان شاء الله الاستاذ عمر الجنيني رئيس اللجنة الخماسية في اتحاد الكورة وجمال محمد علي نائب الرئيس اللجنة الخماسية هيكونوا متواجدين ان شاء الله مع منتخبنا في رحلة في رحلة توجو ان شاء الله اللي هي طب اكيد هتبقى بعد المباراة على طول احنا عارفين ان المباراة ان شاء الله المباراة التانية هتكون يوم 17 ان شاء الله نوفمبر دي طبعا كل دوت في يعني التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا اللي هتصدفها الكاميرو ان شاء الله في 2022 المفروض ان المنتخب مصر كمان هيتوجه اللي توجو زي ما تكلمنا فجر 15 يعني المباراة هتتلاقي بمه 14 يضوب بعد المباراة وان شاء الله نكون كذبانينها بيتوجهوا الى المعسكر بيوضبوا وشوناتهم وبيطلعوا على طول على المطار ان شاء الله فجر 15 حيكون على متن طائرة خاصة طبعا علشان يعني نوع من أنواع الراحة ونوع من أنواع الاستقرار وان شاء الله بإذن الله يكون معهم التوفيق هنعرف تفاصيل أكتر عن استعداداتنا ومنتخب مصر في رحلته او في ماتشين توجو تعالوا نشوف في التقريب ده ونرجع نكمل أخبارنا في البيت الكبير يختتم المنتخب الوطني الأول لكرة القدم تدريباته المكثفة غدا الجمعة استعدادا لمباراته المرتقبة أمام نظيره التوجولي بعد غد السبت في الجولة الثالثة بالمجموعة السابعة للتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس الأمم حيث يؤدي الفريق ميرانه الأخير على استاد القاهرة وهو الميران الذي سيقوده الجهاز الفني بقيادة حسام البدري ويشارك فيه جميع اللاعبين المختارين ويتم خلاله التركيز على إجادة اللاعبين للخطة التي وضعها الجهاز الفني للمباراة الاستقرار على التشكيل النهائي الذي سيخوض به هذا اللقاء الحاسم والمؤثر للفراعنة والذي لا بديل فيه سوى الفوز للتقدم خطوة كبيرة نحو صدارة المجموعة السابعة في الوقت ذاته يختتم المنتخب التوجولي استعداداته هو الآخر غدا الجمعة بمران أخير على استاذ القاهرة الذي ستقام عليه المباراة تحت قيادة مديره الفني المخضرم الفرنسي كلود لوروى الذي استعان به الاتحاد التوجولي لكرة القدم في محاولة لاستغلال خبراته الإفريقية لخروج الفريق من المأزق الحالي الذي يمر به حيث لم يحصل سوى على نقطة واحدة من المبارتين التي لعبهما حتى الآن بالهزيمة من جزر القمر والتعادل مع كينيا ولذلك يمكن القول إن ظروف المنتخبين متشابهة وكل منهما في مأزق حيث لم يحصد المنتخب الوطني سوى نقطتين من مبارتين بالتعادل مع جزر القمر وكينيا ومن هنا فإن كل مدير فني سواء البدري أو لوروى سيصعى جاهدا للخروج من هذه المباراة بأكبر المكاسب قبل لقاء العودة في لومي الثلاثاء المقبل بالجولة الرابعة من التصفيات ولذلك فإن البدري لا بديل أمامه سوى التركيز على الهجوم لتحقيق هدفه بالفوز وظروف تعتبر في صالحه بعد ضم أربعة مهاجمين هم أحمد حسن كوكا المحترب بأولمبياكوس اليوناني ومصطفى محمد من الزمالك وحسام حسن مهاجم سموحة ومحمد شريف لاعب الأهل العائد من الإعارة ويعيش كوكا حاليا حالة من التوهج على الأراضي اليونانية حيث سجل أربعة هداف وصنع هدفين في الدور اليوناني الذي يحتل فيه وصافة الهدافين كما أحرز هدفا في دور أبطال أوروبا قاد به فريقه لفوز قاتل ضد مارسيليا الفرنسي أما مصطفى محمد فسجل ستة عشر هدفا هذا الموسم مع الزمالك بواقع أحد عشر هدفا في الدوري وستة أهداف في دور أبطال إفريقيا ليساهم في تأهل الأبيض لنهائي المصابقة القارية كما كان هدافا لبطولة أمم إفريقيا الفين وتسعة عشر تحت ثلاثة وعشرين عاما برصيد أربعة أهداف وفرض محمد شريف نفسه مع أمبي في الموسم المقضي للدوري باحتلاله وصافة الهدفين برصيد أربعة عشر هدفا ليتم استدعاء صاحب الأربعة وعشرين عاما لمنتخب مصر لأول مرة كما تألق حسام حسن في صفوف سموحة بتسجيل عشرة أهداف وإلى جانب رأس الحربة يتمتع البدري بوفرة في الخط الهجومي بوجود كل من محمود حسن تريزي جي ومحمد مجدي أفشا وعبدالله السعيد وأحمد سيد زيزو والنجم المتألق محمد صلاح وقد يختلف البعض أو يتفق حول أحقية أي من لاعبي الخط الأمامي في المشاركة أمام توجو في ظل وجود تريزي جي في مركز الجناح الأيصر وأفشا والسعيد في مركز صانع الألعاب بالإضافة إلى زيزو وصلاح في الجبهة اليمنى ولكن قياسا على المستويات التي قدمها اللاعبون في الفترة السابقة يبدو أن حسام البدري سيتجه للاعتماد على تريزي جي كجناح أيصر بجوار عبدالله السعيد كصانع ألعاب ولا خلاف حول صلاح نجم المنتخب وفي رأس الحرب لم تتبين بعد هوية اللاعب الأقرب لقيادة الهجوم فهل سيتم الاعتماد بشكل أساسي على مصطفى محمد الذي صرح البدري أنه بحاجة لمزيد من العمل أم سيدفع بكوكا الذي لا يقدم نفس مردوده الأوروبي مع المنتخب وعلى الجانب الآخر كان لروا قد أكد أن فريقه يعاني قبل مواجهتي الفراعنة بسبب الظروف الصعبة التي عاشها الفريق قبل حضوره للقاهرة بجانب ديق الوقت المتاح بين المبارتين وأوضح أن هذا أمر غير مسبوق في كرة القدم خاصة أن الفريق يعيش ظروفا صعبة في المجموعة بالتواجد في المركز الأخير بنقطة واحدة إلا أنه أكد أيضا أنه مطالب بتحقيق نتيجة إيجابية في مبارتي مصر الأصعب في مشوار التصفيات أنا في نادي القرن أنا في النادي الآلي رسائل كثيرة للبدر بنون أبرزها شخصية النادي الأهلي وشخصية لعب النادي الأهلي المنطقل يعني لصفوفه السنة اللي جاية إن شاء الله عارف قيمة النادي الأهلي اختار النادي الأهلي رغم كان فيه بعض الإغراءات على مستوى الأندية الخليجية عارف قيمة النادي الأهلي لأنه جاي بيتكلم بالراجل. أنا جاي النادي الأهلي. ما فيش حل غير أننا دايما بنبص البطولات. ودايما النادي الأهلي ببص البطولات. سعادة كمان عائلته بنضمامه للنادي الأهلي. استقرار العام حوالين اللعب. ده شيء مهم جدا يا سيهام. كمان معرفته للعيبة النادي الأهلي. كان بيتكلم على كهرباء. كهرباء في سنة قريبا. فيعني إن شاء الله. زي ما بنقول مبروك للنادي الأهلي. أكيد كمان بنقول لبدر بنون. مبروك كمان أنت منضم لأفضل نادي على مستوى القرى الأفريقية. على مستوى العالم. فإن شاء الله نتمنى له التوفيق. ويكون إضافة إن شاء الله. أكيد. أنا اللافت نظري أنه اللاعب بحجم الإسم ده في المغرب وفي شمال أفريقيا. بس أفضل أنه يحترف في النادي الأهلي. على عكس يمكن زميله في شمال أفريقيا. يمكن أن يتكلم على شمال أفريقيا تحديدا. اللي بيدوروا على الاحتراف في أوروبا بشكل كبير. بدر بنون نهارده عارف فعلا حجمه وقيمته. اسم النادي الأهلي زي ما أنت قلت. وهو وعد جمهور النادي الأهلي أنه هو هيحقق مزيد من البطولات مع النادي. اسمه فخر كبير له أكيد. وطبعا كان بيتكلم عن ردود الأفعال. اللي لما راح لزوجته أو الوحدة. وبيقول لها أنا هنضم الاسم كبير في مصر. فطبعا رحبت بالقرار ده. وإمنه طبعا ربنا يخله لك يا بدر. وإن شاء الله يكون وشك حاله. عن ندي الأهلي. من شاء الله إضافة قوية للنادي الأهلي. من شاء الله. طيب تعالنا نروح لأخبارنا العالمية. هنبدأ مع الأسطورة كريستيانو رونالدو. كريستيانو رونالدو كان فيه مباراة مع البرتغال مع أندورة. وخلصت المباراة 7-0 صلاح البرتغال. المهم في الموضوع أن رونالدو بيعادل الرقم المسجل باسم الأسطورة بوشكش. بعد تسجيله هدف طبعا مباراة في منتخب أندورة. رفع رونالدو رصيده إلى 746 هدف. خلال طبعا كل مسيرته الاحترافية حتى الآن. كريستيانو رونالدو لسه قدامه مشوار طويل جدا جدا. سيحقق نتائج وحقق أهداف وحيكسر أرقام كبيرة جدا. كريستيانو رونالدو ظاهرة. أعتقد أنه ليس ستتقرر كثير خلال السنوات اللي جاء. دي حياء طبعا. نروح لجريك كلارك. اللي أعلن استقالته من منصبه. طبعا هو نائب رئيس الاتحاد الدولي للكرة القادم فيفا. قدم استقالته بعد أقل من 48 ساعة. من طبعا على الاستقالة دي. من منصب رئيس مجلس إدارة الاتحاد الإنجليزي. الاستقالة دي. كان هو قدل بتصريح تقريبا معين. تم تصنيفه كتصريح عنصري. ضد اللاعبين أصحاب البشرة السمراء. ووصفهم بالملونين. قال الملونين. هو حقيقي اعتذر لللعيباء. أصحاب البشرة السمراء بشكل عام. عن استخدامه للمصطلح ده. مصطلح اللاعبين الملونين. وده طبعا يعني يمكن ده نوع من يعني. ده كان في جلسة زي ما انتوا شايفين كده. قدام لجنة الثقافة والإعلام والرياضة. في مجلس النواب. لو كان مقصود أو ما كانش مقصود. لو كان التصريح ده بإرادته أو خارج عن إرادته. أو حتى استقالته دي تأكبر عليها. أو تمت بشكل إرادي من قبله يعني. فغير مقبول. طبعا أكيد بتكلمين في نقطة هامة جدا. أنا هتكلم في نقطة مختلفة شوية. إن هناك ما فيش هزار. اللي بيحاول يخرج عن النص أو حتى بقصد أو بدون قصد. هو بالنفس وبيحس إن الموضوع انتهى بالنسبة له. فبيقدم استقالته ومسؤول كبير. يا إما بيتم إقالته. لأن الموضوع هناك موضوع التعصب. موضوع التعصب بالنسبة لللون والدين والعير. الكلام ده ما فيهوش هزار هناك في أوروبا. وانتهى بقى خلاص يا كبتا وقت. الموضوع ده كمان زي ما بيقولك فيه سرامة جدا جدا جدا. وإحساس المسؤول كمان يا سرامة يعني أنا اللي كمان عجبني أنه هو له قد فعلا استقالته إحساسه كمان بالمسؤولية. وإحساسه أنه أخطأ في حق المنظومة وحق أنه هو مسؤول. ودائما بنكلم المسؤول دائما عليه مسؤوليات كبيرة جدا. فأعتقد دوت بيدينا مؤشر تاني أو بيرجعنا أن الأجواء إن شاء الله. إن إحنا موضوع التعصب ده مش موجود في بلدنا. والتمييز. التمييز. ده تمييز وهو لم يحالفه الحظ لتوفيق الحقيقة. يعني أنا بقول إن ده أعتقد إنه شيء إيجابي جدا 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 جدا. إن هناك ما فيش هزار يا جماعة اللي بيحاول أو بيخرج عن النص أو يسيء إلى منظومة الكرة القدم. أكيد يا إما هو من نفسه بيحس بالكلام ده وبيستقل يا إما بيتم. قالتوا نفسنا نشوف الكلام ده في مصر بس أعتقد الدنيا تبقى صعبة شوية خلال السنين اللي جاي. طيب تعالوا نروح لنادي لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي. أكد استمرار طبعا نجم خفير هيرنانديس. ده طبعا نحن عارفين ده النجم الكبير يعني نجم كبير في المان يونيتد وريال مدريد وراح أمريكا. وقال استكماله التعاقد معه رغم صعوبة الموسم الأول بالنسبة له في أمريكا. خطوة انتقال هيرنانديس للدوري الأمريكي ما كانتش الأفضل بالنسبة له. هو غايب طبعا عن مباراة كتير الموسم دوت والموسم اللي فات. وكمان تعرض لإصابة مستوى الفني أكيد رجع بشكل كبير جدا وفريق لوس أنجلوس جالاكسي كان يعاني الموسم اللي فات. ويأمل بقى إن شاء الله الموسم اللي جاي أنه يحقق نتاج أفضل. لأنه نجم كبير بصراحة كلنا نفتكره وتقلق مع المان يونيتد. راح لبركوزين برضو تقلق وتقلق بشكل ملفد مع ريال مدريد. فأعتقد الموسم الأول اللي في أمريكا ما كانش على المستوى المطلوب. لكن جالاكسي بيأمل إن شاء الله أنه يستفيد منه في الموسم اللي جاي. إن شاء الله. طبعا جائحة كورونا مستمر. والموجة تانية أفتكر أن هي أصعب كمان من الموجة الأولى لكورونا فيروس. النهاردة مارك روسي. مارك روسي الإيطالي المدير الفني المنتخب الماجر. النهاردة بتعرض للإصابة بفيروس كورونا. النهاردة بيقضي فترة العزل الطبي. منتخب الماجر اللي عارف بيستعد لمباراة مصرية ضد آيسلاند. والفائز في المباراة دي هيتأهل بطولة اليورو المقبلة. الماضي هيكون على ملعب بوشكش. رينا الشهير. وهيكون بدون طبعا حضور جماهيري. بسبب طبعا الفيروس اللعين. طبيعا. يعني مباراة مهمة جدا بتحقق. ما صير يمكن أول لقاء أو أول حاجة طبعا. زي أبن دايما نتكلم الوقاية. ودايما الإجراءات الاحترازية. إجراءات احترازية والتباعد الاجتماعي. وتنزان يا راح جمه. حضروا 850 ألف. يعني نتمنى إن شاء الله بإذن الله أن كل الأمور تتحسن في الفترة اللي جاية. كان فيه يمكن مباراة بعض الإشعاعات قالت أن وفات مارادونا. يمكن على بعض وصائل التواصل الاجتماعي. أن مارادونا توفى طبعا للأسطورة الكبيرة مارادونا. لكن مارادونا حين يرزق. الحمد لله لغاية دلوقتي. آه تدهوت صحيته شوية بشكل اللي لافت للنظر. خضع العملية زي ما احنا عارفين الأسبوع اللي فات. لكن بدأ مارادونا. طبعا النجم الأرجنتيني الكبير يتعافى تدريجيا. خلاص قرب يخرج من المستشفى. طبعا زي ما احنا شفنا الأسبوع اللي فات. وما زالت مظهر الحب. طبعا مارادونا بعد تعرضه للوعقة الصحية دي. يتعادل جبير جدا جدا من نجوم العالم. طبعا مارادونا بالنسبة لهم آيكونة كبيرة جدا. كان بيدعموه بيرسلوا بعض الرسائل المؤسرة. اللي بتدعمه على النحية المعنوية والنفسية طبعا. وكان على رسوم طبعا ليونال ميسي الأرجنتيني. كان بيدعم مارادونا بشكل كبير جدا جدا. وزي ما بقوله هو مارادونا كان بيمر بأزمة صحية عنيفة جدا يمكن. وطبعا ده خلال الأسبوع اللي فات. مبارح كانت تدهورة صحيته. ولكن آخر الأخبار أنه هو فيه تحسن ويمكن موجود لسه في المستشفى. خلال أسابيع أو أيام يخرج مارادونا. لأن العملها ما كانت صعبة. ما كانت سهلة. وبعدين كمان ميسي جماهير خمينيسيا. كمان لما رحوله وهتفوله وكذا. هو أيقونة الحقيقة. ومش بس مجرد لاعب عندما تذكر الأرجنتين يذكر مارادونا. زي يعني. بأكيد. حاجة كبيرة جدا. أنا بحبه يصير. نروح بقى الكومن يا جماعة. كومن بقى عايز يخلي برشلونا. يعني كلها تقريبا من بني وطنه. اتكلم عن أن فينالدوم ممكن يكون هدف للنادي الأسباني قريب. وألف تصرحات له. أبرزتها ديلي مال بريطانية تحديدا. أن فينالدوم لاعب جيد جدا. لكنه الآن مرتبط بعقد مع الليفربول. اتكلم كمان أنه يمكن يكون فينالدوم خيار لبرشلونا في الأيام اللي جاية. يعني هو محدود في دماغ كومن. لكن طبعا ما يقدرش كومن يزود أو يقول كلام أكتر من كده في التوقيت الحالي. اللي طبعا لتعاقد طبعا فينالدوم مع الليفربول في التوقيت الحالي. مع طبعا نجم هولندي كبير وبيشارك بشكل كويس مع الليفربول. لكن كمان في نقطة أنه عقده هينتهي خلاص في الصيف في شهر ستة. قريبا. وكان في بعض الأخبار بتقول أن الغاية دلوقتي إدارة الليفربول ما تكلمتش معها عشان تجديد العقدة أو آخر. لكن زي ما بنقول لعب مميز. لكن كمان تلاتين سنة يعني هو لعب تلاتين سنة. يعني يمكن. لا بصغير. لا دلوقتي في عالم فكورة القدم الحديثة كابتن مبقاش كبير قوي. الصفقات على أندال كبيرة بتبقى لها حسابات مختلفة. أنه اللعيب كبير في السن ممكن جدا ما يبقاش فيه انفستمنت لي على المستقبل البعيد. لكن ممكن يستفيد به كومان لأن العملية صعبة للبرشلون السندي. يستفيد به يمكن سنة أو سنتين لغاية ما الأمور تتعدل بشكل أو بخ. طيب نروح بقى لأسطورتنا الأهلوية النهاردة. هنتكلم طبعا عن نجمنا الكبير الكابتن الرائع كابتن مصطفى عبدو. طبعا نجم النادي الأهلي ونجم منتخب مصر اللي فات طبعا صاحب الصوالات والجولات. ويمكن من الناس المميزة جدا 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 على مستوى الفني وليه تاريخ كبير مع النادي الأهلي. وكل جماهير النادي الأهلي بتحبه على المستوى المهني وعلى المستوى الشخصي. ده كابتن مصطفى سيهم. يعني أسطورة كبيرة جدا كلنا بنحبه بصلاحة. النجري حبيبنا وإزمالنا إن شاء الله واحد من اللي صنعوا تاريخ كبير للنادي الأهلي والمنتخب الوطني. وزي ما كلنا عارفين أنه كابتن مصطفى كان مشهور جدا بكثرة صناعة الأداف للكابتن محمود الخطيب. وطبعا عمله ديو أو عمله ثنائي مرعب. وده يمكن بسبب دقة العرضيات، دقة التمريرات بتاعة المجري وأيضا دقة إنهاء بيبو وتسجيل الأهداف بمهارة رائعة. هنشوف التقرير دوت عن الكابتن مصطفى عبد وبعد الفاصل أولى فقراتنا في البيت الجديد. موسيقى موسيقى شاهدت الكرة المصرية العديد من المواهب الكروية التي تميز معدنها بأنه كالذهب لا يصدأ فلا يمكن أن تسقط من ذاكرة عشاق الساحرة المستديرة أسماؤهم بفضل الأداء المهاري والرجولي الذي قدموه على مدار تاريخهم داخل المستطيل الأخضر ومن بين هؤلاء العمالقة مجري القلعة الحمراء ومنتخب مصر السابق مصطفى عبدو ولد مصطفى عبدو في العاشر من يونيو عام 1953 بالقاهرة وانضم لناشئي الأهلي تحت سبع عشرة سنة عام 1970 ثم لاعب للفريق الأول بعد سنة واحدة وكانت أولى مبارياته مع الفريق عام 1971 أمام منتخب دبي ودية باستاذ مختار التتش ونجح في إحراز هدفين ليفوز الأهلي بثلاثية نظيفة أما على المستوى الرسمي فقد شهد أستاذ الإسكندرية أول مباراة رسمية لمصطفى عبدو مع الأهلي وكانت في بطولة الدور العام في شهر أكتوبر عام 1972 أمام الأولمبي وانتهت المباراة بالتعادل واحد واحد ليبدأ المجري رحلة من الإبداع والتألق في قميص المارد الأحمر قضى نجم الأهلي السابق سبعة عشر عاما في الملاعب وخاض مع الأهلي نحو ثلاثمائة مباراة سجل خلالها واحدا وخمسين هدفا وتوج خلال هذا المشوار مع الأهلي بعشر بطولات للدوري بالإضافة إلى الفوز بكأس مصر خمس مرات وقارية نال بطولة إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس ثلاث مرات وبطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري مرة واحدة ومع منتخب مصر سطر مصطفى عبد أعظم الإنجازات بعد أن اختاره المدرب الألماني داتر كرامر ضمن تشكيلة الفريق الذي خاض منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية عام 1974 بالقاهرة ولعب أيضا في بطولات أمم إفريقيا أعوام 76، 80، 84 وأولمبياد لوس أنجلوس عام 1984 وبعد اعتزال مصطفى عبدو اتجه إلى العمل الإعلامي في مجال كرة القدم فعمل في عدة قنوات رياضية وقدم أكثر من برنامج رياضي أما عن سر لقب المجري فقد أطلقه عليه شيخ النقاد الرياضيين نجيب المستكاوي نسبة إلى القطار السريع الذي دخل مصر عام 1967 من دولة المجر وذلك نظرا لمهاراته العالية وسرعته الفائقة وتمريراته العرضية المتقنة رجعنا مع حضراتك للفاقرة الأولى في البيت الكبير فاقرة مميزة والفاقرة مميزة مع عضيك مميز جدا على مستوى الأداء التحليلي والفني الدكتور أحمد سابت مساء الخير يا دكتور مساء النور يا كابتن هاني وتحياتي لحضرتك وإن شاء الله كده نقدم حلقة كويسة إن شاء الله يا أحمد حلقة إن شاء الله مميزة جدا إن شاء الله أكيد أنت متابع انضمام الرسمي إعلان الرسمي لانضمام طبعا بدر بنون ده لاعب مميز لاعب مغربي محضر لنا إيه على بنون النهاردة بالتأكيد بدر بنون صفقة قوية جدا للنادي الأهلي يعني مدفع كبير جاي من نادي كبير انتقل لنادي كبير يعني نادي كبير نادي الرجاء وطبعا نادي كبير النادي الأهلي وبالتالي أنت شاري مدافع من نادي بطل كمان لسه حصلين على الدول المغربي نادي الرجاء نمرت واحد لما تيجي نقايم أي صفقة أي ده أي نادي دلوقتي أو أي يعني السكاوتينج في العالم كله شغال أنت بتقايم أربع حاجات عشان تقايم صفقة جديدة أو إزاي أنت تجيب صفقة جديدة أربع حاجات إيه هما الأربع حاجات دول technical, physical, psychological, social technical يعني الجانب التقني الجانب الفني اللعب ده هيفيد إيه ده اللي احنا هنتكلم فيه إزاي هيفيده النادي الأهلي أو هل النادي الأهلي محتاج مدافع ولا لأ دي أول نقطة النقطة التانية physical الجانب البدني هل هو بيكمل التسعين ديها ولا لأ الheastory بتاعه في الإصابات إيه هل هو عنده history إصابات ولا لأ كل العالم بقى شغال كده بالأربع حاجات دول الجانب الالي هو الجانب النفسي هل اللعب مسلاً لما بيتعرض لمشكلة بيتحط تحت ضغط نفسي خلاص بيتحرق ولا هو بيقدر يقوم بيدليل إنه هو مثلاً شخصية شخصية لعب فيه لعب لما ييجي نادي كبير زي مثلاً نادي الأهلي ييتحرق ليه عشان فرق إنه هو الجانب النفسي لكنه طبعاً جاي من نادي كبير عشان كده بدأت كلامي إنه هو لعب مدافع كبير جاي من نادي كبير راح نادي كبير. صحيح. دي حاجة مهمة جدا. بعد كده برضو السوشيال. اللي هو الجانب الاجتماعي بتاع اللاعب. هل هو جامعيه طبعا هو لعيب قائد. يعني لعيب ليدر. فبالتالي الجانب الاجتماعي عنده بتاعه كويس جدا. نجي بقى نتكلم على الجزء اللي هو بتاعه التحليلي. الجزء التقني. اللي هو التكني. لسه نتكلم في الجزء كمان الاجتماعي ده مهم كمان. طبعا. اختيار اللعيبة والناس برضو لازم تعرف دكتور ان الاختيارات والسكاوتين ما بقولش اه ده لعيب حريفه لعيب كويس فنجيبه. لازم يكون متعلم كويس او نوعا ما يكون تعليمه نوعا ما افضل. بحيث ان هو يعرف يتكلم يعرف يبع عنده شخصية يعرف يتعامل مع الجمهور يعرف ازاي يتعامل مع المدرب ما يعملش مشاكل في الفرقة كل ده جانب مهم جدا. استقرار اكتماعي كمان ان هو يعني يكون شخصية متزنة ما فيش مشاكل برا الملعب لان انت عارب دايما خلاص لعيب الكورة مرتبط بشكل كبير جدا جدا يعني الحياة الخاصة بتاعته مرتبطة كتير جدا باداءه في الملعب فكل دوت جوانب انت طبعا درستها بشكل بشكل كبير. نبدأ بالجانب الجانب التكنيكا للجانب الفني او تحليل ادابة بتاع بادية بنون نمرت واحد انت جايب لعيب ليدر كابتن للفرقة دي مهمة اوي دايما لما يبقى في واحد وراء صاحب شخصية هو اللي بيكون الهاجمة زي الشنوي وراء مثلا هو الليدر عندك دلوقتي لما تدعم بحد في خط الدفاع يبقى ليدر دي حاجة مهمة اوي ليه هو اللي هيطلع امتى نرحل امتى نتقدم امتى نغطي مصيحات التسلم الكلام ده مهم جدا. ازاي الباك ارحل عليه هو يغطي دي حاجة الكلام مهم صاحب شخصية دي حاجة مهمة جدا اولا ان هو 27 سنة يعني قابل للتطور لسه في مرحلة الندق قابل للتطور دي اول حاجة النقطة التانية ان هو مدافع كورته حلوة جدا مدافع يعني ايه كورته حلوة يعني بيقدر ان هو يختارك يقدر يعمل عملية البنتريشن لقدام يقدر ان هو ودي حاجة محتاجها النادي الاهلي مع موسيماني موسيماني عنده الاتنين المساكين بيبقوا صناع العاب بيبدأ هم الهجمة بيدوروا الكورة بيعملوا تمريرات كويسة هل انت المدافع اللي جايبه لا على طريقة لعب موسيماني اه ليه لانه بدري منون عنده رؤية عنده توقع بشكل كويس جدا عنده تمريرات بيعرف يبني الهجمة بشكل كويس جدا لما احنا لو جدنا السورة اللي هي فيها خريطة تمريرات بتاعت بدري منون هتلاقي بصت صح 라고ت بدري منون تحس ان هو من كتر تمريرات وان هو بيلعب لعبي ارتكاز اهي قدامنا على السورة دي خريط دي اماكن تمريرات بدري منون في الدول المغربي دي الاماكن اللي مرر منها بدري منون ط طبعا هي يعني الاتجاه راح نحيط اليمين الصورة يعني بدر بنون ده هو المفروض بدر بنون على شمال الصورة. اه على شمال الصورة وهو التمريرات راح نحيط اليمين. صحيح. فبالتالي هو دي كل التمريرات بص حدك اتلاقي لها التمريرات من نص الملعب كتير جدا. فهو اللعيب بيتقدم عنده حتة الزيادة وعملية الاختراك حتى عامل تمريرات كتير من قدام. بص ده لعيب يعني حتة المدافع اللي هو بيحضر الهجمة بشكل كويس جدا. وبيديك التمرير الطولي. صحيح. بصورة مميزة جدا. صحيح. ودي ميزة مهمة احنا محتاجينها في النادي الاهلي. ان انت يبقى عندك المدافع كردو حلوة. الحاجة التانية الاولانية اللي كنا اتكلمنا فيها ان هو الليدر. الليدر ده برضو حصل على بطولات. انت جايب مدافع زي ما قلت لحضرتك. نادي بطل جاي لنادي بطل. طب ايه البطولات اللي اخدها برضو? لازم نكون عارفين السيفي بتاعه. اولا هو اخد اتنين دوري مجربي مع نادي الرجاء. اخرهم كانت السنة دي 2019-2020 والاولانية كانت 2012-2013. اخد اتنين كاس المغرب. سنة 2011-2012 وسنة 2016-2017. اخد كونفدرالية 2018. اخد سوبر افريق اللي هي 2018-2019. اذا انت جايب مدافع جاي من نادي بطل زي ما قلت لحضرتك. متعود ومتمرس على البطولات الافريقية وحصل على كونفدرالية. وبالتالي مش هيحتاج وقت في التأقلم على اللعب. عكسة مسلا ما تجيب لعيب من لاتيني او لعيب ما عندوش خبرات. لا ده لعيب لعب جاي لعب كونفدرالية وحصل على كونفدرالية ولسه كان مشارك مع الرجاء في نص النهائي. وبالتالي انت جايب لعيب صاحب متمرس فيه الكارة الافريقية ودي حاجة مهمة جدا. نيجي بعد كده في نقطة تحضير الهجمة من الخلف. طب ايه اللي اكد لك ان الرجل ده او المدافع ده بيحضر الهجمة من الخلف بشكل كويس جدا. باتشيكو مدرب الزمالك في الماتشين الاخر الرجاء والزمالك. عمل ايه? في الماتش الاولاني تحديدا. هو لعب مصطفى محمد عليه منتومان. يضغط عليه دعوتا. يضغط عليه منتومان عشان امنع تحضير الهجمة. كانت فكرة باتشيكو كله ان بدر بنون لان كانت الاحصايات قدامه والارقام عند باتشيكو ان اللاعب بناء الهجمة عند الرجاء من خلال بدر بنون. يعني مفتاح لعبه مفتاح لعب. مفتاح لعبه خلف هو بدر بنون متوسط لمس الكرة عنده عالي تحضير الهجمة في التمرير الطولي عنده عالي وبالتالي هو كان بيوقف له مصطفى محمد لما تعرف كده تعرف ان المدافع ده كرته حلوة المدافع ده هو المحور بناء الفرقة لما المهاجم يرحل يعني هو دايما التعليمات المدرب بيقول للمهاجم عايزك لما الراجل ده ييجوie ابن الهجمة انت ترحل علي أتسيب من التاني لان التاني تمريراته الطولية مش عالية تعرف أن بدري بنون تمريراته الطولية عالية جدا الحاجة المهمة قوي 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 وده النقطة اللي فعلا إحنا محتاجينها من ساعة رحيل أحمد حجازي طبعا المدافعين كلهم على مستوى عالي ولكن حتة الالتحامات الهوائية أو حتة الكرات العالية دي مهمة جدا أن أنت تجيب مدافع طويل القامة بياخد الكور العالية دي حتة مهمة أكيد بدري بنون أصلا طويل القامة وأحد أهم مميزاته غير تحضير الهجمة هي الالتحامات الهوائية هي الكرات العالية الكرات العالية كلها بتاعتك بتستفيد بها كمان يا دكتور مش مسا على المستوى الدفاعي أنت بتستفيد كمان في الكرات السابقة على المستوى الهجومي أنك بيزيد وعندك مصدر خطورة بنشوف ده فاندايك على سبيل المثال حتى على المستوى الهجومي طبعا شيء مميز جدا الألعاب الهواء ده أساس للسردباك أكيد ودليل كمان تأكيد لكلام حضرتك النقطة اللي بعد كده أنه هو مدافع هداف هو هداف نادي الرجاء في دوري أبطال أفريقيا برصيد تلات أهداف طب سجل في شباك مين يعني برضو نشوف الفرق اللي هو سجل فيه سجل في شباك التراجي سجل في شباك مازينبي سجل في فيتا كلوب يعني تلات فرق كبار ماتشات كبيرة يعني صاحب شخصية بيعفي سجل فيه دي حاجة مهمة أنه برضو بيتقدم في الضربات السابقة فيه برضو نقطة مهمة أن بدر بنون كان مدرب الرجاء بيعتمد عليه في الضربات السابقة بإيه أنه كان دايما يلعب الضربة السابقة على القايم البعيد بحيث أن بدر بنون طويل القمى يصلحها يلقى من وراء يرجع فدي حاجة مهمة برضو أنه أنت هيبقى عندك مساج بيعرف يجيب براسه أو بيلهد في الضربات السابقة تقدر أنه أنت تلعب عليه بيحاجة مهمة جدا برضو بيشوت ضربات جزاء فيه رقم هنا برضو أنت بأكد كلامك يا دكتور يعني فاز بالالتحامات الهوائية 76% ده رقم كبير هو أكتر مدافع في دوري أبطال أفريقيا فاز بالالتحامات الهوائية بنسبة 76% يعني بدر بنون آه يعني لو استعرضنا أرقامه تأكيد لكلام حالك بدر بنون في دوري أبطال أفريقيا هو لعب تسع مشاركات بسبعمائة اتنين واربعين دي أمسجل تلات أهداف وده أكتر مدافع في دوري أبطال أفريقيا في كل الفرق متوسط لمسيته للقورة 53% و7% من 10% ده رقم مميز جدا لما مدافع يلمس الكرة في الماتش 53% أكتر من 50% مرة ده دليل إنه هو محور بناء الهجمة عشان كده بتشيك وعين له مصطفى محمد متوسط التمريرات الطلية بتاعته 3% و1% من 10% برضه بيدي تمريرات طلية بنسبة نجاح يعني نصهم صح ده نسبة كويسة جدا نيجي بعد كده للمراوغات النجحة وصناعة الفوق برضه المراوغات النجحة بالنسباله كمدافع دي الحاجة الملحوظة أنه هو يمكن هو أعلى مدافع في دورة بطول أفريقيا في حتة المراوغات يعني بيزيد كل المدافعين واحد من 10% هو أعلى منهم علشان الناس برضه تفهم المراوغات بمعنى أنه حتى ممكن لو تعرض تحت ضغط أنت في بعض السردباكات لما يتضغط عليها بتطفش بلغة الكرة أو تقلش يجي كرة دام للنوعية اللي ممكن جدا يبقى عنده هدوء ممكن يعدي ويسلم بشكل كويس في وقت الزنقة هيعرف أنه هو يفوت من واحد على واحد في المهاجم برضه نيجي بقى اللي هو دكت التمريرات القسيرة بتاعته 85% ده رقم كويس جدا دليل أنه هو بيحضر الهاجمة بشكل كويس وكورته حلوة جدا الالتحامات الهوائية دي واحدة من أهم مميزات بدر بنون أنه هو نسبة نجاحه في الالتحامات الهوائية 76% حاجة مهمة جدا نسبة يعني بيفوز بكامل التحام في الماتش 3 أو 7 أو 4 الالتحامات في الماتش نسبة كويسة الالتحامات الأرضية واحد وستة بنسبة نجاح 85% ده رقم كويس كمان رقم كويس جدا يعني عشان برضه نترجم للناس عشان الناس تفهم طبعا أنت بتتكلم على أرقام مهمة جدا الترجمة الفنية الالتحامات الأرضية يتعى الكرة من غير فاول 85% يعني لو لو مية بسط مثلا لمهاجم لا هم ممكن يتعى 85% من هزيم بدون فاولات يعني ده برضه شيء مهم جدا متأكيدا لكلام حضرتك هو برضه واحدة من أهم ومميزاته إنه هو ما بيرتكبش أخطاء كتير في مدافع تبص على أرقامه تلاقي بيعمل فاولات كتير قوي ده 3 من 10 فاول في الماتش نسبة أولا إلا قوي يعني ما بيعملش فاولات ده حاجة كويسة إنه هو مش بيعمل فاولات 0.7 يعني 3 من 10 ده حاجة أولا إلا جدا بالنسبة لتشتيت الكورة برضه 3 و 1 رقم مش عالي قوي لأنه ما بيشتتش الكورة كورته حلوة ما عندوش حتة التشتيت الكتير دي وده برضه رقم يحساب له طب اترقص كم مرة أو تم مروغته كم مرة واحد من عشرة بس في الماتش الواحد ده رقم قليل جدا يعني في الواحد على واحد رقم قليل جدا واحد من عشرة فيهم دفعين اتنين وفيهم اتنين بيوصلوا واحد واحد من عشرة ده يعني رقم قليل قوي بصدر كل عشر مراغوات هو بيقطع تسعة تسعة دي حاجة كويسة جدا في الواحد على واحد المحاولات على المرمى سبعة من عشرة يعني بيعمل محاولة في الماتش الواحد ده تأكيد إنه برضه بيقدم ليه دور هجومي إذن يعني ملخص الأرقام دي برضه بص على أرقامه في الدور احنا جايبين أرقامه في دورة أبطال أفريقيا وأرقامه في الدورة دور المغربي السنة اللي فاتت السنة هو لعب تسعتاشر مشاركة في الرجاء طبعا هم ما حصلوا على الدورة المغربي إذن هو ليه دور مهم جدا إنه هو لعب تمنتاشر مباراة أساسي صنع أربع فرص بيعمل كم تمريرة صحية في الدورة المغربي أربعة واربعين تمريرة في الماتش الواحد آه ده في المباراة الواحد المتوسط في الماتش الواحد أربعة واربعين تمريرة صح في المباراة الواحد نسبة دك التمريرات هناك تسعين في المية في دورة أبطال أفريقيا كانت كانت كامل خمسة وتمانين طبعا عشان فرق قوة المنافسين أكيد أكيد بس برضه بتظل النسبة عالية استخلاص الكورة سبعة في الماتش الواحد قطع التمريرات ستة في المباراة الواحدة للتحامات الهوائية هناك كان برضه 3.3 نفس النسبة كانت في دورة أبطال أفريقيا كانت 3.7 لما استعرى 3.7 برضو في الدورة 3.3 فده تأكيد أنه برضو معدلاته متقربة جدا هي هيها يعني ما حدش يقولك أصل الدورة المغربية ضعيف أو ممكن أن أرقامه عالية لا ده أرقامه متوازية حتى على المستوى الأفريقيا برضو نسبة التحامات الهوائية هناك كانت كم كانت 75% أو كانت بالزبط 76% هنا 71% ريبة جدا برفوه 70% يعني معدل للتحامات الأرضية برضو نسبة كويسة 78% هناك كانت 85% معدل ارتكابه للأخطاء مش كتير برضو 7 من 10 حصل على 7 كروت صفرة ومخدش ولا كارت أحمر وده اللي بقولك علي وده المهم جدا أنه هو ممكن تتكلم على مدافع قوي مدافع بيستخص الكرة بشكل كبير لكن في بعض المدافعين عندهم الصفات ديت ولكن بيرتكبوا أخطاء والأخطاء انت عارف يا إما أخطاء جوه منطقة الجزائر بتبقى مشكلة يا إما برا التمنتاشر برضو بتبقى مشكلة فده برضو من مميزاته أنه بيقطع الكرة من غير ما يعني من غير ما يعمل فاول ده حاجة مهمة جدا وفي حاجة كمان بقى تأكيد للأرقام دي كلها في دورة بطالة أفريقية موقع سوفا سكور متخصص بالإحصائيات قال إيفل على بدر بنون ادى له أعلى تقييم كمدافع في البطولة هقول لها داك الدرجات كلها طبعا الدرجات من عشرة بدر بنون أخذ أحسن لاعب في الرجاء كلها مش مش مدافع بس أحسن لاعب في فريق الرجاء سبعة واتنين من عشرة حصل على سبعة واتنين من عشرة من عشرة ده بدر بنون بتوطى المباراة بطولة الأفريقية الأفريقية أنا سيزنينتة حرس المارمى بتاع الرجاء أخذ سبعة واحد ده تاني أعلى إذن بدر بنون هو أحسن لاعب بالأرقام في الرجاء في دورة بطالة أفريقية نيجي للنادي الآهلي احنا قلنا بدر بنون أخذ كام سبعة واتنين النادي الأهلي أعلى مدفع فيه ياسر إبراهيم أخذ سبعة وواحد نيجي لنادي الزمالك محمود علاء والونش اللي اتنين متساوين أخذين سبعة بس إذن بدر بنون هو بالأرقام في موقع صوفا سكور أخذ وطبعا شيخ كمارا في الوداد أخذ ستة وتمانية إذن بالأرقام أو موقع صوفا سكور المتخصص في الإحصائيات قال إن بدر بنون واخذ سبعة واثنين من عشرة كأفضل مدافع في دوري أبطال أفريقيا ودي حاجة برضو تحسب ليه بدر بنون وتحسب ليه الصفقة نتمنى بالتأكيد إن الصفقة إن شاء الله تشفيد النادي الأهلي احنا كده تكلمنا على الجانب التكني اللي هو التكني التكني نيجي الجانب الفيزيكال البدني هو زي ما قلنا بني لعب 18 مباراة أساسي في الدوري المغربي لعب في الدوري أبطال أفريقيا لعب تسع مشاركات إذن لعبهم بشكل أساسي لعب سبعمائة اتنين واربعين دقيقة في دوري أبطال أفريقيا على المستوى البدني كويس ومن خلال حتى بعض الأرقام نسبة مثلا المراغمات الاتحامات ده بيدل إن هو قوي بدنيا وإن هو مثلا الهيستوري بتاع تاريخ الإصابات بتاعه عنده سرعات والسرعات دي شوفناها بشكل كويس ما عندهش إصابات يعني دي حاجة مهمة تاريخه مثلا عكس ما بيجيب مثلا حد عنده اتنين رباط صليبي أو التاريخ الإصابات عنده كتير دي حاجة تفرق فنتمنى إن شاء الله بإذن الله يكون بإذن الله صفقة إن شاء الله على مستوى الطموحات بإذن الله وكلنا ثقة طبعا إن شاء الله في كل لعبتنا طيب في حاجة بس أخيرة برضو نقطة أخيرة بدر بنون واحدة من أهم مميزاته هي التوقع إن هو بيعتمد على التوقع في قطع الكورة وده مدافع زكي يعني أتوقع يعني بعرف التمرير يا راحة فين وأمقطعها دي حاجة مهمة جدا التوقع دي برضو زكاءه في تحضيره للهاجمة حافظ الملعب وعينه حلوة حافظ وعينه حلوة وبيتوقع صح دي حاجة مهمة عشان كده أرقامه في البلوك في منع التزديد أو منع الأجمة المؤسرة هتلاقيها عالية والصفات دي برضو ممكن تاخدنا فيه ممكن جدا إنه يكون بيلعب أكتر من المركز وخاصة دهن مثلا ديفندر وسط ملعب ممكن تساعده لهذه المقاومات تساعده وحاجة كمان هو مدافع دولي هو كان حيروح كاس العالم لغاية آخر اللحظة استبعده لنار وأخذ مكانه يوسف النصيري واللي هو مهاجم أجبلية يعني خلاص في اللحظة الأخيرة لكن هو كان متاخد في قايم الكاس العالم ودي حاجة تأكد لك برضو أنه هو مدافع دولي وأنه هو مدافع صفقة سوبر إن شاء الله بإذن الله تبقى صفقة موفقة بإذن الله نروح لملفنا التاني لمنتخب القوم منتخب مصر أنت عارف مش هقولك بيمر بأزمة لكن إحنا في مواقف صعب يعني عندنا مطشين أمام توجو مطشين مهمين جدا يمكن نتيجة جزر القمر مع كينيا قدت نوع من أنواع طبعا الموتيفيشن أكتر شوية للوصول للنقطة رقم خمسة اللي وصل لها جزر الأمر فبرضو عايزين نعرف المنافسة إحنا عارفين كلنا منتخبنا ويمكن هنتكلم عليه برضو شوية التشكيل هيبدأ إزاي كابتن حسان بيفكر في الجيم إزاي لكن خلينا نروح لتوجو توجو من الفرق من الفرق مش هقولك الفرق الضعيفة فرق متوسطة القوة اللي عندها لعبين محترفين عندهم لعبة على مستوى عادي لكن عايزين نعرف منك برضو الشكل الفني لتوجو ومشوارهم في البطولة كان عامل إزاي لغاية الجولة الثالثة أولا إحنا بيصعد التصفيات دي الأول والتاني من كل مجموعة دي حاجة مهمة أولا جزر الأمر بيتصدر المجموعة من ثلاث مباريات برصيد خمس نقاط التاني كينيا ثلاث نقاط من ثلاث مباريات مصر الثالث من نقطتين من مبارتين فإن شاء الله لو كسبنا المطشين أو حتى حصلت في أسوأ الحالات يعني على أربع نقاط إن شاء الله تتصدر المجموعة بالتأكيد منتخب توجو دلوقتي ما عادش فيه منتخب يعني ضعيف في الكرة الأفرجية بقيت إن أنت تتحضر أو تذاكر في كل الفرق المنافسة تلاقي نقاط قوة تلاقي نقاط ضعف تلاقي محترفين صحيح بيبقى مستوهم الفني مش نفس مثلا المحترفين زي صلاح وتريزيجية وزي نفس القوة الفنية ولكن برضو بتلاقي بعض الحاجات يعني منتخب توجو بعتبره من المنتخبات المتوسطة اللي هي السكن مصنف تاني يعني متصنيف التاني مش اللي هي الفئة الأولى ومش الفئة التالتة مش الضعيف قوي ومش القوي قوي هو في الفرقة متوسطة طبعا هو بيدربهم الفرنسي كلود لورواء ده الراجل بقى له كم سنة لو هتفق فرق يعني بقى له ستينك جدا يعني هو هقول لحدك كمان لو استعرضنا المقارنة أولا إحنا هنستعرض مقارنة كده ما بين التاريخ التدريب الكابتن حسام البادري وكلود لورواء أول حاجة الفرنسي كلود لورواء تولى المهمة من سنة من 7 أبريل 2016 مع منتخب توجو كابتن حسام البادري متولي المهمة من 2019-20 سبتمبر لعب أربع مباراة كابتن حسام البادري فاز 2 وتعادل 2 مخسرش ولا مباراة حتى الآن أحرص 3 أهداف 4 مباراة هو طبعا الرقم بالنسبة للفوز يعني نوعا ما جيد لكن إحراز الأهداف قليل عايزين نزود إحراز الأهداف عندنا استيبال الأهداف واحد برضو الدفاع كويس شباك نظيفة 3 من 4 نيجي بقى لك لود لورواء هو الفرنسي اللعب معهم 22 ماتش كسب ماتشين بس من 22 وتعادل 8 وخسر 9 أحرص 28 هدف في 22 مباراة واستقبلت شباكه أهداف 28 برضو رقم بيؤكد أنهم عندهم نوعا ما قوة هجومية وضعف دفاعي آه بالزبط أنت بتكلم تقريبا تقريبا جلو شوية يعني في كل مباراة لكن بيدخل فيهم أهداف برضو والشباك النظيفة برضو 7 من 22 بس ده دليل على الضعف الخط الدفاع عندهم هو تولي المسئولية طبعا 7 إبريل 2016 يعني تقريبا بقى له مليار أكثر من 84 4 سنين ونص ده بيديك معاشر لاستقرار شوية حافظ الفرقة وعنده وعرف الشكل بتاعته لو بصنا برضو على تكملة السبق ليه تدريب طبعا كابت حسام البادري كان بيدارب النادي الأهلي وأهل ترابلوس الليبي وإنبي والمريخ السوداني الكلوت درواء بقى تأكيد الكلام حدك هو 72 سنة سبق ليه تدريب الكنغو والكنغو الديمقراطية وسوريا وعمان وغانا والكاميرون والسنغال وماليزيا والشباب السعودي وفيه أنديا فرنسية كمان فتاريخ طبعا كبير في القرى الأفريقية وهو إنجازاته كلها أنه أخذ كاس أم أفريقية مع الكاميرون سنة 87 وكان عامل شغل كويس مع السنغال أكيد ومع غانا يعني عنده عنده خبرات أفريقية على مستوى عالي جدا كابتن حسام البادري إنجازاته كلها مع النادي الأهلي مع عدد دوري السوداني يعني هو أخذ تلاتة دوري مصري مع النادي الأهلي تلاتة سوبر دوري أبطال أفريقيا سوبر أفريقي كاس مصر كل ده مع النادي الأهلي وأخذ دوري السوداني مع نادي المريخ ده يمكن إنجازات كابتن حسام البادري هنستعرض بقى التشكيل التشكيل آه عايزين برضو نعرف أهم اللعبين يمكن هتستعرض التشكيل بشكل أو بآخر لكن وإنت كمان يحمد بتستعرض التشكيل وفلنا على أهم اللعبين يعني أفضل اللعبين أول حاجة معنا في حرصة المرمطة هم طريقة لعبهم كابتن هاني بيلعبوا أربعة أربعة أتنين صريحة؟ صريحة ساعات بتتحول ساعات بتتحول لأربعة أتنين ثلاثة واحد ازاي؟ عن طريق صوت واحد من المهاجمين كصنع ألعاب نمرة عشرة تمام؟ يمكن في حرصة المرمطة باركولة اللي هو رقم 16 اللي قدامنا على الشاشة ده بيلعب في نادي أولوم بيكليون بيل فرنسي في الدرجة الرابعة في فرنسا 21 سنة ده نعلم عليه كده أنه هو واحد من نقاط الضعف عندهم خاصة على مستوى التزديدات على مستوى التزديدات عشان إحنا ناخد برضو نقاط الضعف ونبدأ نتكلم لو إيه اللي إحنا ما كمان كابتالحسن يبقى إحنا محتاجين لعيبة نشتغل عليه دي حاجة مهمة جدا نيجي ليه الاتنين المساكين ديني ده واحد هو أعلى قيمة تسوئية طبعا بيلعب في اختافل أسباني هذا يبقى لعيب كويس طبعا قيمته التسوئية يمكن قيمته التسوئية 22.5 مليون يورو دي حاجة مهمة جدا اللي هو ديني هو أساسي في اختافل فرنسي سوري الأسباني لعب 8 مباريات صنع معهم هدف أساسي ده في الليجة أكتر لعب في توجو نعلم عليه كده دايرا ديني دي لأنه أهم مدفع عندهم أكتر لعب في توجو قطع كورة الأرقام اللي أنا بقولها دي على مستوى التصفيات في كاس العالم وتصفيات كاس الأمم الأفريقية دي أخر 4 مباريات تحديدا هو أكتر لعب قطع التمريرات وأكتر لعب استخلص الكورات فإذا ده مهم جدا اللي هو ديني اللي احنا اتكلمنا عنه اللي هو رقم 21 بيلعب فيه ختافي الأسباني المساك التاني اللي هو أما تشو تشوي ده بيلعب بدون ندي حاليا وده يمكن هو عندهم مدافع رقم 5 حكيم ده مدافع أساسي غاية مش موجود في القايمة ده اللي هيدخل مكانه وده برضو نقطة ضعف يعني أنت بيتكلم على حرس مرمى وسرد باك وسرد باك لغاية دلوقت الباك اليمين ده واحد من الباكات برضو كورته حلوة قوي بيلعب في الدوري الاسكوتلندي ده أكتر لعب في الفرقة بيعمل تمريرات صح فدليل إن الجابهة اليمين ده هم ما بيحضروا عليها دي نقطة مهمة جدا بيلعب في الدوري الاسكوتلندي الدوري الاسكوتلندي نيجي لبسيلي اللي هو الزهير الأيصر بيلعب في بوردو الفرنسي في الفريد التاني لبوردو الفرنسي ده برضو يعني واحد وعشرين سنة وكان عنده مشكلة هو مشكلته كلها في الجابهة دي أصلا الشمال فبدأ إنه هو يستعين ببسيلي في مباراة السودان الأخيرة آه يعني هو مش مركزه تواصل؟ مش الأساسي بتاعه مش الأساسي آه يعني هو بدأ يستعين به يعني زي مثلا أحمد بالفتوح كده لما تجيبه في الفترة الأخيرة وتخطه مثلا آه يعني هو بالزبط يعني هو بيستعين به على الأساس هو لعب كويس بيلعب برجل الشمال لكن معندوش أساسيات باكش مالية آه ده بسيلي اللي هو رقم ده اللي هو عنده واحد وعشرين سنة نيجي للتنين في الارتكاز في لويد آيتي وفرانكو أوتشو يمكن الاتنين واحد في الدور التركي اللي هو ايتي اللي هو بيلعب في الدور التركي والتاني بيلعب في الدرجة التانية في الدرمارك برضو مش مش أقوية قوي نيجي بقى للاهم مفتاح لعب عندهم اللي هو الدوسيفي ماسيو دوسيفي اللي هو الجناح اليمين اللي هو رقم سبعة بيلعب فيه دينزلسبور التركي ده واحد من أهم اللعيبة 32 سنة أكتر لاعب عامل صنع فرص أكتر لاعب عامل تمريرات بانية وأكتر لاعب عامل عرضيات اللي هو الجناح اليمين الجناح اليمين يبقى أنت بتتكلم على جابها يمين جابها يمين هو أصلا كله لقوتهم في الجابها اليوم اللي هو ماسيو دوسيفي ده نحط عليه دايره يبقى احنا حطينا على نقاط القوة ديني وحطينا على دوسيفي اللي هو الباك اليمين وده هنا سؤال هنخط أيمن أشرف هنيجي اللي نتكلم معاك الانتناقش في دي انت بتتكلم كمان على اتنين ديفندر متوسطين يعني مفيش قوة فيهم خالص وبالعكس ده هم نقطة الضعف أصلا الأسية عندهم المساحة اللي وراء الاتنين الارتكاز دي نقطة مهمة في العمق يعني لو لعب مثلا هنا أفشا أو عبدالله السعيدي قدر يستغل المساحة الموجودة في ظهر الاتنين الارتكاز نيجي للجناح التاني اللي هو سونو سونو رقم 11 ده برضو يعني من اللعيبة اللي هي عندها 29 سنة عايزة أقول له حداك حاجة 4-4-2 يبقى هم بيعتمدوا على الأطراف أكتر يبقى خطورتهم في العرضيات دوسيفي من اللعيبة اللي هي اللي هو الجناح اليمين من اللعيبة اللي بتعمل عرضيات كتير طب هو دوسيفي ده أشوال ولا انت سعد لا أيمان يعتمد على الخط أكتر لكن سونو بيخش للعمق أكتر وبيشوت يعني واحد بيديك عرضيات أكتر واحد بيخش للعمق إذن الباك اليمين لازم يكون مخلي باله ان سونو بيختارك للعمق أكتر عكس دوسيفي اللي دايما بيعمل عرضيات أكتر نيجي للاتنين اللي قدام طبعا اللي هو المهاجم لاباكوجي مهاجم الأماراتي كان عليه كلام إنه هو مش حييجي وإن الأماراتي رافض إنه هو ييجي ولكن تم حل المشكلة دي الصبح فلسه حييجي هيلعب ولا لأ دي برضو ممكن يلعب من أهم اللعيبة بالنسبة لهم هو أكتر لعب بيعمل محاولات على المرمى في المنتخب ومن أهم اللعيبة فممكن اللي هيبدأ مكانه لو هو لسه عشان الصفر والحاجات دي هيبقى دينيكي اللي هو كيفين دينيكي ده مهاجم في الدوري الفرنسي بيلعب في نادي نيم الفرنسي في نادي نيم الفرنسي واللي جنبه ملابة ملابة أوكي هو كان بيلعب بملابة أو لابة ملابة اللي هو المهاجم اللي بيبقى بيسقط ولابة اللي هو بيبقى مهاجم العين الإماراتي ملابة برضو بيلعب فيه اتحاد كلباء الإماراتي اللي اتنين بيلعبوا في الدوري الإماراتي دينيكي بيلعب في الدوري الفرنسي فدي طريقة اللعبة بالنسبة لهم نيجي بقى لنقاط الكوة تحديدا هم فريق بيعتمد على الأطراف زي ما انتكلمت يا هلتك بتتكلم على الجبهة اليمنى بتتكلم على باكي مين كويس قوي وطرفي كويس قوي بتتكلم على كمان متوسط الدفاع متوسطين يعني ما عندهمش قوة يعني هو فريق خطورته على الأطراف معدل العرضيات بتاع منتخذ توجو في المباراة الواحدة 15 عرضية رقم كبير 14 عرضية بيعملوا 9 من الجانب اليمين و6 من الجانب الشمال دي اول حالة يعني احنا معنا حالتين تحديدا اوكي ده الحالة التانية خليها يا ريت الحالة التانية دي خطورتهمadata دربات الركني دردات الركنية خطورتهم دربات الركنية همنا عندهم خطورتين الخطر الأول الخطر التاني الجانب اليومنا ده ابرس حاجتين في توقو اول حاجة دربات الركنية لازم نخلي بالنا ان هم دايما بيلعبوها على كوس دايرة منطية الجزاء نقطة البلانتي البيلانتي اه. هي دي. كوز دايرة منطقة الجزاء. فدي لازم نخلي يعني لو لعدناها كده. عليها ان هو اهو. السهم. السهم رايح فين? السهم هو رايح عند الكوز. هو دايما الحتة دي مهمة جدا انت تتوقف الاتنين طوال شوية. هو ممكن الفكرة كمان ان هو زي ما انت شايفين انه ممكن جدا الكرة لو تلعبت في الحتة دي الاول خالص فيه اتنين بياخدوا السردباكات ويخش على العرضة القريبة واللي جاي تقريبا. او اللي جاي من تحت شوية. كان المدافع اللي هو موجود كان دايما بيخش من وراهم. فدي لازم نخلي بالنا منها ان هي دايما اه اتقررت كتير جدا لما اتفرجت اليوم على ما اتشاط دي واحدة من اهم من مفاتيحهم اللي هي الدربات الركنية. الحاجة التانية اللي هي خطورة الجابهة اليومنا. لو استعرضنا اللعبة التانية اللي هي الدربة الجابهة اليمين اللي احنا قلنا عليه اللي هو اللاعب دوسيفي ده. دوسيفي اه. جدا. جدا. اللي هو رقم. اهو بص دايما ده هدف هما جابوه برضو في الجزر الامر. اهو. دي المساحة اللي ورا الباك الشمال. اللي هو مهم جدا ان احنا نخلي بالنا من الحتة دي. المساحة اللي ورا الباك نكمل اللعبة. لو كملناها هلاقي ان هو بدايما اللي هو دوسيفي ده بيختارك اهو. وبيعمل الاوفر. هتلاقي الكرة المدافع جابهة في نفسه ولكن ده دليل ان برضو الخطورة من الجابهة دي. وزي ما انت قلت برضو هو دايما دايما المدربين بتحسب اذا كان الوانجي اليمين ايمن ولا اشوى. ولو ايمن يبقى هو طبعا عدلته على اليمين وبالتالي بيبقى عدد الكروسات بيبقى اكتر شوية. اه. الكلام تعنيها التانية الطار في الشمال هو بيخش على جوة. بيخش الجوة وبيسدد اكتر. بيسدد اكتر. طب تعال ننقل كل دوت ونبلوره كده في التشكيل الامثل من خلال اللي انت اللي احنا شوفناه. اه. الكابتن كابتن حسام البدر يبدأ الساق. اهم حاجة احنا قلنا ان هما لازم اول حاجة نخلي بالنا من الدربات الركنية. الحاجة التانية هما عندهم جابها يمين كوية. فانا وجهة نظري ايمن اشرف يبدأ كباك شمال. دي رقم واحد. لازم ابدأ بايمن اشرف. الحاجة التانية ان هما عندهم نقطة ضعف واضحة كزا نقطة ضعف. اولا نحارس المرمى بتاعهم ضعيفة. وانا لازم اعتمد على التزديد. تزديد من بارة تمنتاشرة. الحاجة التانية لازم ملعب بالعيب عشرة. عشان يستغل المساحة اللي وراء الاتنين الابتكاز. طيب ناخدها ناخدها كده من. اه كتشكيل. اه كتشكيل. اول حاجة في خاصة المرمى. محمد الشناوي لا خلاف عليه. تمام. وحارس الافضل في مصر. اوك. يعني محمد الشناوي. الاتنين المساكين. احمد حجازي والونش. طيب احمد حجازي ناحية اليمين والونش ناحية الشمال. اه. يعني على عدلة الونش. لان انت لو ما بتتكلم على ناحية الشمال. يبقى عندك ايمن اشرف. ايمن اشرف. ايمن اشرف. اه ممكن يكون سرعات الونش اكتر سرعة شوية من حجازي. فممكن حتى الطرف اليمين لو عد من ايمن يبقى فيه تخطير. يبقى الونش بيرحل عليه. والونش كمان بيمر بحالة كويسة جدا. بدنية. حجازي ومحمود علاء الاتنين شبه بعض شوية. صحيح. صحيح. الاتنين شبه واحد. اه. اه. فانت محتاج مدافع مختلف عنهم شوية. انا متفق معك. يبقى بنتكلم على محمد هاني. محمد الشناوي. ومحمد هاني. واحمد حجازي. والونش وايمن اشرف. طيب نيجي الوسط المدافع. الاتنين الاتنين ارتكاز. اه عمر السلية لازم يكون اساسي ليه? لان طريق حامد والنني فيهم نفس النوعية. شبه شوية. شبه بعض. ان هي حتة قطع الكرات حتى النني مع الارسنل بيقوم بالحتة دي. فانا شايف طريق حامد وعمر السلية. الاتنين ارتكاز. واحد طريق حامد هو اللي هيديك العمق. وهي عمر السلية هو اللي بيكمل. حتى لو بدأ بالنني وبقى النني جنبه عمر السلية. لازم عمر السلية يكون موجود. لان هو الوحيد. يعني اه انا انا لو هتعمل لو هتعمل او هتعمل اتنين مختلفين. اعتقد ال اقرب طبعا. طريق حامد والسلية. اه طريق وعمر. لان عمر بيزيد بشكل كويس. وعمر بيمر فترة كويسة جدا. ما بيعرفش اعمل ستة كويس. يعني نني اه حتى بنشوف الارسنل بدأ يزيد وخش. بس اي خطورة الفرقة دي مش اوي. مش اوي فممكن توقف شوية. برضو انني حتة التمريرات عنده كويسة جدا. اوكا. فطريق حامد وعمر السلية قدام محمد مجدي افشة. محمد صلاح. تريزيجي. مصطفى محمد. مصطفى محمد مش اه مش احمد حسن كو. اه مصطفى محمد برضو بيمر بفترة كويسة. هداف عنده خطورة العرضيات دي ماشي بشكل كويس. اعتقد ان هو مع محمد هاني وايمن اشرف. ليه حطيت ايمن اشرف مسلا مش محمد حمد. عشان. عشان حدت خطورة الجابة اليومنا اللي عندهم. يبقى يبقى مساك تالت تحديدا. مع واقف عكس محمد هاني اللي هيطير من الناحية دي يقدر يديك العرضيات مع جابهة محمد صلاح هم هيحطوله اكيد كل التأكيد هيعملوا حسابهم على محمد صلاح والنحية التانية تريزيجية. تريزيجية. افشة افشة برضو افضل من افضل اللعيبة في النادي الاهلي في دورة ابطال افريقيا. عنده حطة بيمروا بفترة كويسة جدا. اه وبرضو من قدام مصطفى محمد. مصطفى محمد الافضل. اه. دكتور بنشكرك شكرا جزيلا على تحليلك الرائع وان شاء الله يعني اكيد هيكون لنا لقاء تاني اكيد ان شاء الله بعد يعني مبارات كمان المنتخب نشوف اه الشكل العام هيبقى ازاي وطبعا كلنا نتمنى الفوز منتخب لان بنمر موقف الصعب لكن احنا على مستوى اللعيبة وعلى مستوى الجائز الفني ان شاء الله احنا قريبين جدا 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 من الفوز بالمسيات. اشكر حضاك جدا وبالتوفيل المنتخب ان شاء الله يعني حتى لو اربع اربعة نقاط من الل اشكر شكرا جزيلا بعد الفاصل ان شاء الله كابتن مصطفى مصطفى شبيطة طبعاً لاعب النادي الأهلي واللاعب السابق الأندلية كتير جداً في الدور المصري معنا هنا في البيت الكبير براً نرحب بحضرتكم مرة تانية في البيت الكبير فقراتنا الحوارية دي خاصة بواحد من نجوم النادي الأهلي السابقين اللي الحقيقة متميز جداً بتسدداته القوية زي ما بيقوله تسدداته خلال فترة لعبه هنا في النادي الأهلي وكمان في نادي مصر المقص أنا برحب بخط وسط ما ندي مصر المقص اللعب الحريف مصطفى شبيطة في بيته الكبير بزيك يا كابتن أهلاً بك وشكراً على الكلام الجميل ده مبسوط أننا موجود معكم في البيت الكبير نورنا درج طب نخليه كابتن مبسوط أن محضرتك حمد الله حبيب مصطفى طبعاً أنت من اللعبة المميزة لكن للأسف في الفترة الأخيرة غبت شوية كده الإصابة طب مننا الأول عليك قبل من تتكلم على النادي الأهلي ورؤيتك إيه حتى للدوري كلمنا أخبارك إيه دلوقتي الحمد لله يعني أنا عملت العملية ده كان أنهي مباراة عورت كنا في دوري أبطالة أفريقيا مع المقصة في السنغال وحسارتني هناك في السنغال ويمكن الحمد لله رجعت بس طبعاً أخدت وقت عبال ما رجعت وكده الحمد لله أنا موجود دلوقتي بشكل جيد والأمور دلوقتي أحسن كتير من الأول عايزك تتكلمني عن تجربتك النهاردة في مصر المقصة بالرغم طبعاً للإصابة يعني وأنت تعرضت القطع في روباط الصليبي بس بعد كده رجعت بسرعة رجعت للتشكيل الأساسي قول للفترة ديت ونجاحها وبالنسبة لك إيه؟ يعني طبعاً فترة صعبة جداً يعني أسوأ فترة على لعاب الكرة للإصابة يعني بالنسبة لعاب الكرة أوحش حاجة لي للإصابة بس الحمد لله يعني هي دي جزء من الكرة القدم الإصابة تبقى موجودة لكن الحمد لله أنا قدرت أن أرجع بشكل كويس ويمكن شاركت في عدد من المبارات كتير والحمد لله يعني أنا دلوقتي شغال على نفسي بشكل أفضل بكتير من الأول وأتمنى إن شاء الله أن الأمور تكون أحسن فترة جداً شغال بتعمل إيه؟ يعني فيه برايفت كوتش باتمرم معي حاجات خاصة بالأربطة والكلام ده كله يعني مستيب نفسي الحمد لله الحاجات اللي بتساعد دلوقتي كابتن أنا ده مهم ده مهم مصطفى لأن الإصابة للرباط الصليبي عايزة عايزة متابعك بس قوي بالضبط طبعاً العدل الأمامية ده ده شيء أساسي الأربطة وإنت كمان مميز جداً وحكينا إن شاء الله بإذن الله يعني مصر المقصة يمكن السنة اللي فاتت مش هقولك بتمر بأزمة لكن إحنا متعودين مصر المقصة دايماً من الأنديل على الأقل بتشوف نفسها في المربع الدهبي في وقت من الأوقات زمان تتعورت كان على المستوى الأفريق الموجودة مصدور طيب لنا برضو تجربتك في مصر المقصة أو نادي مصر المقصة في الدوري الممتاز السنة اللي فاتت يعني المصر المقصة من أندية الدوري من أندية المصنفة في الدوري الممتاز الحقيقة الناس محترمة جداً بغض النظر عن الظروف اللي بتحصل فترة دي يعني ظروف خاصة يعني لكن قبل كده الناس محترفين جداً دائماً عايزين فيه تموح للفريق دائماً عايزين دائماً في المراكز المتقدمة هدفهم دائماً لهم يلعبوا في دورة أبطال أفريقيا في الكنفدرالية لكن هي الاستنادة طبعاً ظروف خاصة خاصة باستقالة أستاذ محمد اللي هو محمد رب السلام وبعد كده في حضرك عارف طبعاً موضوع البيئة والرعاية والكلام ده كله يعني ظروف كده خاصة وإن شاء الله هم دلوقتي بيرتبوا أوراقهم والأمور هتبقى أحسن إن شاء الله الفترة اللي جاي ده كان بما أثر على مستواك أو أي من اللعيبة بشكل ما؟ لا الحقيقة لا يعني احنا عملنا فترة كويسة جداً اللعيبة كانت محترمة جداً يعني كان فيه فترات كتير قوي المشاكل المادية كانت موجودة وكل الناس كانت عارفة كده لكن اللعيبة الحقيقة كانت ملتزمة بشكل كبير لأنهم عارفين أن النادي كويس والنادي ليه فضل على لعيبة كتير فالحقيقة اللعيبة كلها كانت ملتزمة وكانت على قدر المسئولية والحمد لله قدرنا يعني إحنا موقفنا كان وحش السنة دي في الدور الأول وقدرنا الحمد لله نصحح من وضعنا في الجدول يمكن ده يعني الوضع اللي احنا فيه ما يلقش بمصر المقصة لأن الحقيقة احنا من الفرق المصنفة فدايماً بنلعب على هدف أن احنا نبقى موجودين في المركز الرابع وانت زي ما بتقول طالماً أنت نادي يعني بيديكو بيديكو مستحقات بشكل مباشر لما بيكون فيه مشكلة أكيد اللعيبة بتقدر دور بالضبط فالأنا استحملت عشان خاطر عارفين فيه رصيد قبل كده لأن الناس ما بتدخرش عارين ده مهم على المستوى الفني قلت رجعنا بشكل أفضل وأعتقد مع كابتن إيهاب جلالي يعني أنت كنت في الفترة الأولى كان فيه تخبط شوية في تغيير مدربين برضو مصطفى أكلمك عليه يعني من خلال اللقاءة ورؤيتك لي لكن دايماً اسم الكابتن إيهاب جلال مرتبط شوية بالمقصة يعني مرتبط أنه هو فيه في كيميا ما بينه ما بينه يعني أنت شفت إزاي التغيير دوت وعلاقتك بالكابتن إيهاب جلال وعلاقة كمان كابتن إيهاب جلال بالمقصة كناديا يعني كابتن إيهاب زي محرك بتقول كده فيه كيميا ما بينه ما بين مصر مقصة الحقيقة مدرب كبير وقدر يصحح من مصاري الفريق يمكن إحنا كنا الدور الأول كان وضعنا سيء جدا كابتن إيهاب لما مسك الفريق الفريق وضع وتحسن يعني أداء كمان الأداء جيد جدا ووضعنا كمان في الجدول كان أفضل اشتغل نفسي أكتر مصطفى ولا فني أكتر لأنه برضو الناس والله كابتن الإتنين يعني كابتن إيهاب من المدربين اللي بيعمل حاجة في بيطرق بصمته لا ليه بصمة واضحة جدا من أول مباراة الحقيقة يعني لا كابتن إيهاب مدرب كبير جدا للحقيقة وانا كنت مقصود جدا ان انا اشتغلت مع حد زي كابتن إيهاب جلال لو رجعنا للنادي الأهلي انت كان لك تصريح قبل كده كنت بتقول فيه أن انت ندمان عن رحيلك للنادي الأهلي بس كل شيء كان اسمه ونصيب عايزك تحكيلي عن الفترة دي وإيه اللي حصل خلت تترك النادي ولو رجع بك الزمن كنت عملت ايه ما عملتوش وانت في النادي الأهلي كبتن؟ مظبوط يعني زي ما حضرك بتقولي كده يعني أنا وقتها كنت صغير لسه وكان في مكاني أنا المركز بتاعي في نص الملعب كان الوضع كان زحمة جدا كان موجود لعيبة كتير يعني كان حسام غالي وشوقي واحمد حسن وإين وعشور يعني لعيبة كتير فأنا كنت حسن أن أنا كنت قريدي طلعت عارة ورجعت تاني وعملت موسم كواس جدا مع كابتن حسام البادري ورحت وقتها لمنتخب مصر مع كابتن حسن شحيته قبل أنجولا 2010 بعد كده لما فطرت الأدف النمسا كان كابتن هدي خشبة ومدير الكورة اتكلمت معي حسيت أن الأمر هتبقى زحمة شوية فطلبت منه أن أنا أخرج تاني عارة وهو كان أنت اللي طلبت؟ أنا طلبت أن أخرج عارة وهو كان موقفه إيه؟ كان بيقول لي لأ إحنا عايزينك معينا وهيبقى لك دور ودور كبير بس لقيت المكان بيتزحم وحسيت أن أنا هبتدي من جديد تاني يعني يعني أنا كنت لعبت ثلاث سنين في الدور الممتاز إعارات في التصالات وعسماة السويس ودجلة حسيت أني لسه هبتدي من جديد تاني فطلبت منه وهو كان يكرره في ذلك بس أنا لما لقيت الموضوع هيبقى زحمة وفي مكان أنت حابب تلعب يعني هي ده نقطة برضو أن اللعيب أنت عارب طبعا قيمة النادي الأهلي لكن كمان لما بتحس أنت كلعيب أن الموضوع بقى صعب عليك أنك تخش وتبقى لعيب أساسي أو يكون ليك دور بالضبط دايما اللعيب الكرة بيبقى حابب أن يكون لي دور في الفرقة موجود في الفرقة فإحساسك دو أتقل لا خلاص أنا أتكلم على أساس أطلع إعارة وكان هدف أن أنا أعمل موسم كويس وارجع تاني طبعا يعني كان هدف الده هدف الحقيقة بس أنا يعني الواحد لما بقى فيه نضج بعد كده وتفكير لما نضقت شوية بعد كم سنة حسيت أني استعجلت أه استعجلت قلت كنت أصبر وأعد وأستنى دوري وأستنى فرصتي ولما تجي الفرصة أمسك فيها لأن الحقيقة أنا دي الأهلي غير يعني أنا لعبت في Àندية آه لعبت في آندية كتير لأي الناد الأهلي الحقيقة غير كل inflammatory يعني النادي الأهلي في حتة وكل عندية في حتة تانية خالص الفرق وخاصة لما تجيب جول في الأد الأهلي كمان طبعا أنا الجول اللي جيبته في الحضري يعني جبت جول بعد كده في عندية الدولي لما كانه في الإسماعيلي جبت معهم جول كثير لحد دلوقتي الماس بتكلمني على جول الإسماعيلي لحد دلوقتي الملخفي في النادي الاهلي فعلاً بيميت جول برا في الاندية التانية إنت ليك التجربتين لعبت في النادي الاهلي ولعبت في آندي أخرى وإن تقول النادي الاهلي في حتة تانية شايف إيه الفرق بينه وبين الاندية التانية اللي إنت لعبت فيها كابетр مصطفى النادي الاهلي دايماً بالعب على بطولة يعني بتسطري تاريخ لنفسك بيتكتب في تاريخك إنه أنت عندك بطولة واثنين وتلاته برا ما فيش الكلام ده يعني النادي الأهلي دايما باستراتيجيته انه هو بيدخل اي بطولة اي مباراة عايز يكسب عايز ياخد البطولة فدي اصلا في حد ذاتها بتتعلي طموح اللعب وبيخليه بزي الأقصى مجهود عنده وغير طبعا النرموس كتير في النادي وكيان كبير فلا يعني موضوع مختلف عن باقي لانديها الحقيقة يعني وطبيعي لو بتتكلم عن نادي الأهلي اكيد طبعا الجماهير لها سفقة خاصة وانت كمان لعبت في بعض الاندية ما تعتبرش اندية شعبية فطبعا وخاصة انت لعبت في النادي الأهلي فالسفورت بتاع الجماهير احساسك بالمسئولية بيكون اكتر بتبقى انا بوجة نظري بتبقى فيها متعة اكتر انك بتلعب حتى تحت ضغط بالضبط لا الجمهور طبعا يعني انا بشوف ان هو لعب رقم واحد الجمهور دعم للنادي وللفريق وبيحب الكيان بيشجع اشخاص اه لكن هو بيحب الكيان ودايما عايز فريقه يكسب وعايز فريقه ياخد بطولات فجمهور النادي الأهلي يعني حاجة تفرح الحقيقة يعني وجوده في الملعب بيدي دفع معنوية عشان كده قلت ان الهدف الاهلي بمية مع الاندية التالية انا الحد الوقتي يعني الناس تبتعتز بالهدف ده اللي دخلته في عصام الحضر يعني الجول من عشر سنين تقريبا والحد الوقتي الناس فاكرة الجول وفاكرة كان فين وامتى وفي الديها كامية يعني الحقيقة الوضع مختلف طيب انت برضو مصطفى لعبت على المستوى يعني طلعت تجربة احترافية في بلجيكا في الليرس البلجيكي ودائما اللعيب دائما بيفتكر افضل لحظات حياته كنت تتمنى ان تجربة ليرس دي تمتد شوية كمان سنتين تلاتة وتتنقل من ليرس مثلا لأحد الاندية بلجيكا ومن بلجيكا تطلع على نادي افضل فترة ليرس كانت ازاي في حياتك طبعا حضرتك كنت موجود كنت موجود كنت قاعد المدير الفني الفريق ليرس والحمد لله يعني بمساعدة حضرتك وساعدنا الفريق ان هو يقعد في الدوري الممتاز الفريق كان وضع وحش جدا في الدوري لكن بقاعدة حضرتك واللعيبة كنا موجودين الحمد لله والفريق استعدم كانت تؤيدة في فابيو اه كان موجود لكن انا روحت كمان ويمكن مصطفى عايش القصة ديت لقيت ليرس طبعا من عندية كان موقف صعب شوية لكن اول حاجة وانت فاكر مصطفى اشتغني عليه ان كان في مجموعة مصريين اول ما دخلت لقيت المصريين قاعدين لوحدهم وكان في مجموعة مغربة في لعبة مغربة لقيت المغربة قاعدين لوحدهم وبعدين في مجموعة البلجيك نفسهم قاعدين لوحدهم فانا يعني اتخضيت من الموقف فقلت هو ده يمكن المؤثر على المستوى لهم كلهم لعبة كبيرة الفريق لازم يتلموا يبقى في حالة انسجاب كده وده اللي عملناه فترة الحمد لله فترة سيارة قوي ويمكن كان فيه ناس بتقول خلاص الموضوع منتهي وليرس في الدرجة التانية لكن الحمد لله بمجهود اللعبة ومصطفى كان مميز جدا فكنت تتمنى انك تكمل التجربة الاحترافية انا كنت مخطط لنفس جدا ويمكن مستر ماجد كان عادي بينتهي ومفروض ان انا كنت جدد يعني جددت فعلا وكنت قعد في ليرس لكن حصل ظروف حضارك طبعا ما كملتش وجي مدير فن جديد بس انت كنت كتب عاد كنت عامل عاد بس هو الموضوع اختلف يعني كنت لسه مجدد مع المدير فن جديد وقتها حسام غالي كمان كان جي ليرس يعني ليرس كان معلو اي مكان فمحصلش نصيب يعني بس انا كان من ضمن اهداف ان انا اكمل هناك زي ما كانت نهاني بيقول كده ان انا افضل موجود في اوروبا ومن خلال اليرس روح مكان تاني افضل امال انت يعني بعد كل اللي انت حقاته ان شاء الله يعني اللي جاي يكون افضل ايه 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 موحك انت مستفى في الفترة اللي جاي هل انت تكمل فعلا في مصر المقصة شايف الخطوة اللي بعد كده المفروض تكون فيه والله يعني انا طبعا نفس افضل اولا مستمر العب كورة لحد اخر نفس لي ده هدف ان شاء الله واتمنى ان مصر المقصة كمان الامور تتحسن وتبقى افضل لان انا نفسي ان شاء الله لو الامور استقرت الفرة هتنافس ونلعب بطولة قرية ان شاء الله زي ما لعبنا قبل كده يعني ده من ضمن هدافي لان النادي فعلا مصر مقصة من الانديها المحترمة فأتمنى ان الامور تستقر يعني ان شاء الله يعني ان شاء الله بقى فيه سبونسر او الامور تستقر بشكل كبير جدا وانت قلت نقطة ان حتى اللعب المحلي ببقى في حتة لكن تلعب على المستوى الافريقي وانت بتمثل مصر وخصوصا كمان لو انت برا النادي الاهلي بالزبط لما تلعب بطولة دي غير طبعا يعني تلعب مع مصر مقصة دورة بطولة افريقية دي حاجة كبيرة جدا يعني ده بتبقى حاجة جديدة زي المولين العرب لما لعب والحمد الله لعبت مع بترجيت برضو معكبت المختار من عربع الدور الحمد لله 2014 بعد مرجعت من بلجيك فالحمد الله لعبت الكونفدرالية ولعبت دورة ابتال الافريقية برا المادي الاهلي يعني فده حاجة بالنسبة لي إنجاز طبعا حاجة كويسة وطارجة ان شاء الله ربنا وفكك واتحق أهدافك ده يرجعنا شوية للدور العام السنوية وانت عارف كان دور استثنائي بشكل كبير جدا تقيم لي الدوري عمتا كان لعيب جوه فريق في الدور المصري كانت الأمور عملت ازاي بالنسبة لكو كلعيبة في هذا الموسم الاستثنائي بالظبط يعني جائحة كورونا دي فعلا عادنا فترة كبيرة جدا حوالي 100 يوم تقريبا وكان الوضع كان صعب جدا يعني احنا تأثرنا احنا خلاص احنا اقولنا الحقيقة ان خلاص مفيش دوري تاني هيرجع لكن يعني نقطة تتحسب نقطة ايجابية جدا ان رجوع الدوري وانحنا شفنا دوت في النادي الاهل ونادي الزمالك وبرامت فنقطة ايجابية ان الدوري يرجع فالحمد لله قدرنا نرجع للدوري وكابتن هاب كمان ساعدنا لما رجعنا ان احنا ندخل بسرعة في المتشار توقت قربين كمان قوي السبع الأخيرة انك ممكن انت وصلتوا لمركز الخامس بالضبط يعني كابتن هاب الولى بس ان حصل ونكملش لكن كابتن هاب لو كان استمر مع الفريق لانه كان مد استقرار للعيبة وللنادي فيعني خروجه برا النادي ده خلى عدم استقرار في الفريق فالوضع يبقى خلاص كان هدفه ان احنا نلعب على مركز الرابع يعني هو من اول يوم جلنا مهمنا كانوا تحت جلنا من اول يوم جلنا لنا انا هقول لك ومش هقول لك دلوقتي انا بلعب على اي يعني هو كان هدفه ان احنا ننافس على المركز الرابع وفعلا لو كان الامور مشت بشكل كويس انت لاعب داخل صفوف نادي مصر المقص حاليا ايه الفرق اعمل لي كده مقارنة صغيرة بين مصر المقص قبل كورونا وفترة التوقف وبعد ربوع او بعد عودة استقناف الدوري كابتن يعني هو الوضع الاول كان مستقر ماديا كان مستقر طبعا كان في استقرار ماديا وفنيا الاول بعد كورونا طبعا الامور المادية زادت يعني بقى في عبء يعني اه بالزبط الموضوع طول وده مش بيديهم يعني الناس الصراحة يعني مش بيديهم هم كانوا دايما بيقولونا ان فيه ظروف خاصة هنحلها وان شاء الله الامور هتبقى افضل فالوضع طبعا قبل كورونا وبعد كورونا لا بعد كورونا الموضوع بقى اسوأ كانت مستحقتكم بتتأخر مثلا اه لا يعني كان فيه كان فيه لسه كان فيه مشاكل بتتحل يعني بس احنا كان عندنا ثقة ان هم هاي يعني الحد الوقت الحقيقة هم الناس بيقولونا ما فيش حاجة بدي عليكم يعني فهما فيه مصداقية فيه وعد يعني واحنا كمان يعني احنا لعبنا وكملنا من غير مناقضة فلوس لان احنا عارفين ان المكان فيه مصداقية اه مصر مقصة دايما على المستوى الاداري الممتازين يعني ممتازين وانت زي ما بتقول فيه ثقة بالنسبة للعيب ان حققكم مش هيروح وهم بيحلوا المشاكل المادية الاسبوع اللي جاي ان شاء الله هيبقى فيه تطور صرف بعض المستحقات يعني بداية من الاسبوع اللي جاي اه ان شاء الله لاني مفروض نبتدي عداد الاسبوع اللي جاي فهم عايزين يخلصوا المشاكل بتاعت الموسم اللي فاد ده قبل ما نبتدي التدريب الازمات المالية يمكن بتأثر بشكل سلبي جدا جدا على كل الفرق بشكل كبير ومن هنا هاخد رايق ايه في الثلاث فرق اللي طالع لان فيه اعتقد فيه فرق عندها عندها ادارة مالية بشكل جيد جدا لو تكلمنا على سيروميقا تكلمنا على البنك الاهلي غازل المحلة كمان احتمال يخش كمان سبونسر بياخد النادي فدوة انت شايف ان ده حيفيد ان شاء الله الدور المصري عملية ان كمان الانفستر فيه مستثمرين بيستثمروا في اندية انت شايفه ده في صالح في الاندية وصالح الدور بشكل عام بالزبط طبعا يعني لما الامور المادية تبقى تعلى وتبقى افضل هتلاقي فيه انتاج اكتر يعني وانا متوقع ان الدورة هيبقى قوي بسبب الكلام ده لان فيه منافسة ما بين اللعيبة دلوقتي على الصفقات كل نادم الاندية اللي طالع دلوقتي بيعايزين يجيبوا لعيبة مميزة علشان يخلي فريهم قوي فالامور المادية حاليا بقت هي يعني في الاحتراف دلوقتي في كرة القدم بقت مهمة جدا الامور المادية فاعتقد ان الدورة المسلم اللي جاي هيبقى اصعد هيبقى قوي جدا لان كله عايز فريهم ليستعدي بشكل كويس وكله بيجيب صفقات وبيطور من نفسه يعني الفراء اللي صعدوا دلوقتي مش طالعين عشان يعودوا بس طالعين واجب كده وخلاص مش زي الاول لا هم طالعين عايزين نفسه فالدورة المسلم اللي جاي ان شاء الله هيبقى قوي جدا طيب لو كلمنا عن الدوري الموسم ده اللي انتهى واكيد يعني يمكن افرز الموسم ده عناصر يمكن كانت قادرة على ان هي تمثل المنتخب الوطني في المرحلة اللي جاية وطبعا تمثلنا فيه كأس الأمم الأفريقية في 2022 في الكاميران ايه العناصر اللي انت شايف من وجهة نظرك ان هي كانت فعلا قادرة لضمها في المنتخب وما حصلش كده كلمنا عن اللي انضمه كتير يعني خلينا نتكلم عن العناصر اللي ما انضمتش يعني هو فيه الحقيقة يعني العيب معانا في الفريق كان لازم يكون موجود محمد إبراهي محمد إبراهي يعني الحقيقة يعني تتطور بشكل كبير جدا الدوري فرق محمد السناجة طبعا فرق بقى فنيا ولا التزاما محمد العيب محترف بيتمرن كويس وبيشتغل على نفسه برا الملعب فلا يعني هو أنا شايف ان هو بظلم من حيث ان هو كان لازم يكون ليه وجود في منتخب مصر يعني الحقيقة كان عامل دور تاني كبير وفرق معانا يعني أنا العيب معاه لا هو فرق مع الفريق وكان ليه دور مؤثر معانا طبعا جبنا سيرة المنتخب أكيد برضو انت متابع بشكل جيد جدا مش هتكلم على القائمة خلاص انت قلت يمكن وجهة نظرك بالزبط ما يليقش خالص بمنتخب مصر ولا يليق باللعيبة المتواجدة في المنتخب فان شاء الله بإذن الله بداية من أول مباراة اللي عندنا في القاهرة نقدر نحسم الأمور وناخد التلاتة بونت وان شاء الله ماتش تو هناك كمان ناخد التلاتة بونت ويبع عندنا ستة بونت فنتصدر المجموعة ده الطبيعي وخصوصا جزر القمر النهاردة متصدر بخمس نقاط كينيا كمان في مركز التالي لا احنا فراقنا في أول مطشين يعني فقدنا أربع نقط ملهمش أي لازمة فلا يعني الطبيعي ان انت تكوني موجودة دلوقتي أول المجموعة وانت مغمضة يعني انا بشوف ان كمان المطشات دي يعني استعداد للبطولة مش بشوف ان احنا طبيعي طبيعي ان انت تلعب بطولة أفريقيا انت بتدي رسالة عايز بتدي رسالة لكل المتخبات في أفريقيا ان انت راح لكاميرون عشان تاخد البطولة انت مش رايح كده وخلاص خصوصا كمان ان احنا كان عندنا بطولة هنا في ملعبنا وخصونا وخرجنا من الأدوار الاقصائية لأ يعني فاللعيبة لازم تكون على قدر المسؤولية طبيعي ان تكمل ما تكونش خارج لازم بداية من مبارات يوم السابت ان شاء الله اللعيبة تتحمل المسؤولية ويكون فيه إصرار عظيمة على المكسد ان شاء الله مهم جدا وخاصة كمان يعني تقييمك للعباتنا المحترفة برضو انت اكيد متابع صلاح ومتابع النيني بنتكلم على حجازي وحتى بعد ما انتقل من الفريوم الليج للدور السعود تقييمك لمحترفيننا في الفترة ديت وازاي يفيدوا منتخبنا يعني حقا الحقيقة المحترفين ماشيين بشكل كويس جدا سواء حجازي سواء صلاح سواء تريزيجيه سواء كوكا يعني والنيني كمان نيني كمان نيني يا رأيك في كوك لا ماشي كويس جدا الحقيقة هم يعني المحترفين كلهم لا فهيفرقوا معنا ان شاء الله لو ركزوا لو فضلوا بنفس المستوى اللي هم بيقدموه برا فلا الحقيقة هم مركزين جدا وعملين بدئين الموسم بشكل كويس قوي فان شاء الله يفرقوا مع المنتخب حقدك لحتة بتاعتك وسط الملعب ورأيك الفني الكابتن حسامي يبدأ ازاي احنا كنا لسه بتكلم مع دكتور رحمد ثابت على حتة احنا عادي يعني لاب 4 2 3 1 فعندنا طريق حامد اعتقد حاجز دوره بشكل كبير عمر الصلية النيني انت شايف مين الانسب لمباراة توجل في القاهرة النيني ولا عمر الصلية يلعب جنب طريق حامد لا انا شايف الصلية يعني الصلية لازم يكون موجود صلية لان الصلية من اللعيبة اللي هي بتلعب رقم 8 وبوكس تو بوكس يعني يمكن النيني وطريق حامد يعني قريبين شوية من بعض ونيني كمان مع أرسنل بيقدر يوفر في رقم 6 لا فالصلية انا شايف انه مهم انه يكون موجود لانه هو لعيب بيقدر بوكس تو بوكس يعني بيدفعه بيدافع ويهاجم بشكل كويس لا يعني لازم يكون الصلية موجود فا اعتقد الصلية وهيبقى جنبه طريق حامد طريق حامد طريق حامد طب لو اتكلمنا عن خط الهجوم شايف ان المنتخب الوطني بيعاني من هدي الأزمة ولا ما عندوش أزمة في خط الهجوم بتاعه والله يعني الفترة اللي فاتت دي مصطفى محمد وكوكا لا اللي اتنين ماشيين بشكل كويس قوي ودلوقتي ما بقاش يعني ما بقاش النحى الهجومية الفرود اللي هو يعني مصطفى وكوكا بيبقى النحى الهجومية صلاح وتريزيجيه بيبقى لهم دور كبير مع افشا مع عبدالله يعني لا فانا بشايف ان فيه ازمة ان شاء الله ومصطفى محمد وكوكا هيقدروا ان شاء الله يشتغلوا بشكل كويس يعني فيش ازمة في الفترة لا ان شاء الله ما فيش حاجة بإذن الله لا ان شاء الله ما فيش ازمة بس يعني انا بكلمت بكل امانة انا كنت شايف ان مروان في افضل حالاته ده وجهة نظر الشخصية مروان كان في افضل حالاته في الفترة الاخيرة بيهدي بشكل جيد جدا مروان أعتقد ده كان أول غياب لمروان عن قايمة المنتخب. وهو ناشي كويس. يعني مروان لما بدأ يفعل بدا كويس. رؤيتك إيه للجزئية دي خاصة نعرف منك تقييمك لمروان برضو أثناء الضغوط وأثناء الفترة الأخيرة من الدوري وعدم اختياره في قايمة المنتخب. يعني مروان إنه هو يبقى كل الضغوط دي عليه. الضغوط كلها عليه والناس كلها بتتكلم عليه بالشكل ده. وفي ويستحمل ويقدر يمشي بشكل كويس ويحرز أهداف الفترة الأخيرة. فده معناه أن مروان لعيب كبير. يعني دي أنا شايف أنه أفضل فترة لمروان. وكان يعني الفترة دي بالأخص كان يستحيل أنه يكون متواجد في المنتخب. بس طبعا في النهاية دي وجهة نظر كابتل حسام. كلنا بنحترمها. إحنا بنقعد نور نظرينا وبنتوقع وبنتخيل لتشكيل. لكن في النهاية هو اللي شايف من وجهة نظره. خبرات لعبي الأهلي. الكبار النهاردة واللي حقول لحد دلوقتي من خلال السيمي في دوري أبطال أفراقيا. شايف اللي جاي إزاي؟ شايف لأي مدى ممكن يحاول بطولة بإذن الله؟ إن شاء الله بإذن الله. يعني أنا عندي ثقة كبيرة في اللعيبة. وكمان مستر موسماني يعني لي دور كبير. أنا متطمن أنه هو موجود. يعني يمكن قبل كده أنا مكنتش متطمن الحقيقة. لكن دلوقتي لأ هو الراجل شغال بشكل نفسي على اللعيبة. فعهد موسماني يعني أنت متطمن بتقول أصدق؟ الحقيقة يعني. يعني في بصمة واضحة جدا بينها وتتعامل من أول من أول مطش يعني من أول مطش المقاولين بالزبط. البصمة واضحة. وكمان نفسيا بيتعامل مع اللعيبة بشكل كويس. وهو الراجل يعني حبيب المكان. يعني عارف قيمة النادي الأهلي وعارف إن انت شغال في كهان كبير. وعارف إن النادي بيلعب على بطولات. فهو حبيب المكان. فأعتقد إن شاء الله مع اللعيبة طبعا زي ما حاج بتقولي الخبرات والكلام ده. إن شاء الله هنقدر ناخد المتروط أفريقيا. يا رب. إن شاء الله بإذن الله. وإنت أنت بتحسها كمان كلاعب. أنت بتحس إن الفرقة بتلعب مرتاحة. مبسوطة بالجيم. في أريحية. والنادي الأهلي يمكن كنا قلقانين عليه عليه شوية. مش مش من النتائج. لكن كنا قلقانين من يمكن تفتكر نحنا كنا بنكسب. لكن الأداء ما كانتش مزبوط شوي. طب حقدك لنقطة تانية لنقطة الولاد الصغيرة. ورأيك إيه في الولاد للقطاع الناشئين اللي تلعب من النادي الأهلي. أربع خمس ولاد بتلعب بشكل بشكل مباشر مع المسلمين يدهم فرصة. برضو رؤيتك إيه للدفع بقطاع الناشئين أو باللعابة الصغيرة في الفترة الحالية. يعني مهم جدا أن قطاع الناشئين يعني قاعدة ناشئين للنادي الأهلي قاعدة كبيرة جدا. وعندهم لعبة مميزة. فأعتقد أن لازم الناشئين يكون لهم دور. لأن فعلا دول اللي بيحبوا النادي ومتربيين في الناشئين على حب الكيان. فأعتقد أن هما لازم يكون لهم دور. ودي حاجة كويسة من مستر موسماني أنه هو بيفكر في قطاع الناشئين. فأعتقد أن هما إن شاء الله يعني يكتسبوا الخبرات من دلوقتي عشان بعد كده. عشان لما لعبة الخبرات الكبيرة يبطلوا. يبقى دول العارفين هيعملوا ايه يعني. أنت مين أكتر اللاعب لفت نظرك سواء من الأساسيين أو من الناشئين. خلينا نقول في الموسم ده. من قطاع الناشئين يعني؟ لا. في الموسم ده في نادي الأهلي. سواء من اللاعب الأساسية أو من الناشئين اللي تم تساعده من خلال الموسمين. الشناوي الحقيقة يعني ما شاء الله عليه مركز ماشي بشكل كويس قوي. بشكل احترافي يعني الحقيقة يعني أفضل لعب في الموسم إن شاء الله يعني مفروض يبقى هو محمد الشناوي على طول المركز وفارق جدا ونقطة تحول للفريق حتى في ماتش الوداد اللي هناك مصاد ضربة الجزاء. فأعتقد إن محمد الشناوي أفضل لعب يعني. أفضل لعب. أكيد ولو كلمنا على الشناوي أكيد طبعا يعني خلينا كلمك برضو على الرؤية الرؤية نفسها في إن المدربين لهم أثر وأثر إيجابي وسلبي جدا جدا على اللعيب. ويمكن أنت عشت المرحلة دا خلال السنة دي تغيير المدربين من رأيك إيه كمان أخذوا كلاعب في الدور المصري مع قرار اللجنة الخماسية والتحاد القرى إن خلاص المدرب اللي بيشتغل مع أكتر من ناديين خلاص مالوش دور. آآ آآ كلاعب دا إجابياته وبالنسبة لك ايه? لا طبعا يعني. انت عانيت منه. بالزبط يعني احنا انا انا فريق خمس مدربين تقريبا. خمسة سنة دي? آآ يعني كان ميدو آآ ميدو قعد شوية في الأول الموسم. وبعد كده جي مونيكي. آآ موسك كابتن جمال عمر. بعد كده كابتن على عشور. بعد كده كابتن نهاية. بعد كده كابتن جمال تاني. فلا يعني هو الموضوع دا بيعمل عدم استقرار للفريق. وبيخلي كمان اللعيب يقول أنا مش هتحمل المسؤولية. خلاص. آآ انت بتوصل لدرجة خلاص. بتفكر في كده بصراحة. آآ طبعا. انت كلاعب كنت بتفكر بالطريقة دي? دلوقتي? لا. لا. مش دلوقتي. لا لا لا. أثناء بقى يعني موضوع تغيير المدربين. لأن العقلية اللعيبة مش مش شبهة بعض. يعني أنا غير الجنب غير البعادية. لا. كل لعيب ليه فكر مختلف. بس أنا بتكلم بشكل عام. لا. يعني بيدي عدم استقرار للعيبة. وبيحس انهم مش هتحمل مسؤولية هي المشكلة في المدرب. لا. طبعا. انت ليك دور كل لعيب. بس بتفرق كل مدرب بيجي بانت مكبر يعني انك تتعامل مع مدرب. وبعدين خلاص تعودت عليها طريقة لعب وطريقة طريقة تعامل. فبعدها بتغير تاني. بتغير تاني. بتغير تاني. بتغير تاني. تاخد وقت وهكذا. لا. طبعا الموضوع يعني لازم يكون فيه استقرار في الاندية. يعني يصبروا على على الهبيل. يعني كابتن هاب جلال أنا اللعيبة. أنا ما كنتش عصرت الولايات الاولانية. كان اللعيبة بتحكي لنا انه هو قعد خمس مواسم تقريبا اول مسم مسجد. مزبوط. مزبوط. قعد خمس ماتشات. ما بيكسبش. ما بيكسبش. والناس فضلت مصممة على كابتن هاب. لان هم عارفين شغل وعارفين هو بيعمل حاجة. وبعد كده المقاصة بقت في مكانة تانية خلص مع كابتن هاب. عموما هو الموسم ده كان يعني مليء بالاخطاء. الجسيمة في من وجهة نظري. بس بنتمنى لتتكرر في الموسم الجديد. نو يتمنى لك كل التوفيق كشتا مستفى. شرفتنا شرفتنا ونورتنا وان شاء الله بالتوفيق و جود لك ان شاء الله نشوفك في الملعب وتحقق كل اهدافك ان شاء الله. شكرا كابتن وكنت مخصوص ان نوجود معكم يا حبيب مستفى. شرفتنا ونورتنا. شرفتنا ونورتنا. طيب بعد الفاصل نجوم اخرين في البيت الكبير. في الفجرة الحوارية الاخيرة دي معانا نجوم في البيت الكبير في بيتهم. نجوم المستقبل الحقيقة. ولما تتكلم معاهم حتى تحت الهوى من غير الكورة تتطمن على مستقبل الاهلي. واللي بنشوف فيهم يمكن بكرة. وانه الاهلي بالفعل اجيال ورا اجيال. هات برجوة هاني وانا بتكلم يعني عادي. حبايب حمزة ومحمد والحبايب. حمزة نعرفه حمزة متقلق من زمان كامتن. هاني عايزة اقول انه هما دول النجوم الحقيقية اللي مفيش عليهم اي طوف. لا صحيح. صحيح. هسيبنهم من بعد بقى ايه? يعني كلام كبير قوي بس هاني عارفوا. عارفوا دولة دي. يعني طبعا نمس عليهم الاول. معانا طبعا اه نجمي طبعا الكبير حرس المرمو الشاب المتميز حمزة علاء. وطبعا التاني هو الظاهير الايصر الشاب المتقلق محمد اشرف منورنا ومشرفين بكم. مشرفينه في البيت الكبير. حمزة برحب بيك. محمد برحب بيك طبعا زي ما قالت سامنت انه جم المستقبل. وكل الناس بجد عندها امل كبير جدا لما بتشوف مجموعة من مجموعة من ولادي النادي بيطلعوا. انت يمكن الفترة اللي فاتت كان فيه عناصر كتيرة جدا من ولادي النادي. اتمرنتوا على الاقلم على الفرير الاول. ده بيدينا امل وبيديه كنتوا كمان امل ان شاء الله انه قربتوا. قربتوا جدا ان شاء الله اتمثله النادي الاهلي الكبير. ومتعودين كمان انه يعني انتوا كمان من الاجيال او من الناس منتخبات. انتم متواجدين مع كابتن ربيع ياسين في منتخب الشباب. وزي ما متعودين وحمزة عارف وانت محمد ان النادي النادي الاهلي هو الوقود الأساسي لجماعة المنتخبات إذا كانت منتخبات شباب أولمبي أو المنتخب الأول برحب بحضراتكم مرة تانية معنا نجمين زي ما قلنا نجوم المستقبل في النادي الأهلي أعايز أبدأ بحمزة علاء وأمتكلم بقى عن استعدادات المنتخب خلاص إحنا إن شاء الله في استعدادات خاصة أنتوا بتستعدوا ليها إن شاء الله لسفاركم لتونس طبعا إحنا عندنا دورة شمال لأفراقيا المؤهل الكأس الأمم الأفراقية في موريتانيا كلمني على استعدادات دي حمزة بتعمله وإيه في الفترة دي طبعا في الأول إحنا يعني أنا شخصيا مبسوط جدا أن أنا معاك وصف برنامج وشرف لها طبعا لأي حد في النادي الأهلي إنه هو يطلع على برنامج ده ويطلع معاك وطبعا المنتخب يعني الاستعدادات ما بتقباش هي طبعا بتحفز وبتوقف يعني بتوقف الواحد على الرجله بس هي متقباش سهلة طبعا محتاجها تضحية كبيرة ومحتاجها ونتركيز وانضباط يعني لفترة كبيرة مش على فترات طبعا يعني التجهيز لتصيات أفريكا دي حاجة يعني حاجة مهمة قوي فترة مهمة قوي في حياتنا أن هي تحطينا على الطريق الصحي يعني أن احنا نوصل بحاجة كبيرة في النادي الأهلي إن شاء الله أكيد أكيدا في النادي الأهلي وعلى المستوى الدولي دايما زي ما بنقول دايما وانت متعود وانت في النادي الأهلي وبرضه محمد متعودين أن دايما منتخبات الشباب يبقى فيها جزء كبير جدا من ولاد النادي الأهلي وده أول طريق النجومية يعني أول طريق النجومية طالما أنت موجود في النادي الأهلي وبتأدي بشكل كويس أكيد ده هيكون سكة طبعا لمنتخب مصر هجليك يا محمد قبل من تكلمي على منتخب الشباب عايز أعرف بدايتك يعني أنت بدأت إزاي وبدايتك مع الكرة كانت إزاي لغاية ما انضميت لنشاء النادي الأهلي أنا طبعا بتشرف أن أنا قادم حذر قبطني مع سهم أنا طبعا داباتي وبافتخر بكده طبعا طبعا أنا كنت لعبت في نادي الشمس ابتديت فيه سنتين سنتين لعبت فيه اثنين دوري وبعد كده قعدت منه بدأت كم سنة الحمد كان في السنة الثمان سنة ثمان سنة وقعدت منه سنتين وبعد كده انضمت لاختبارات النادي الأهلي في مدينة ناصر هنا ده في 2016 وكان أنا بدأتها من الأول خالص خمس سنين يعني من الأول خالص وكابتن شرف في الاختبارات هو اللي اخترني وانضمت لنادي الأهلي وبدأت مشوارك معك وبدأت مشواري مع كابتن شرف ومصير كنت حطت في دماغك هدف أن أنت هتبقى لعيب كرة هو أنا في دماغي وكان عندي حلم كبير طبعا أن أنا نضم لنادي الأهلي لا الكرة ديت من صغري وهي يعني حلم كبير بالنسبة لي يعني إن أنت تلعب مش بس تحب تتفرج وتحضر لقصاته حلم كبير بالنسبة لي يعني أنا ألعب حاجات كتير قوي يعني ده مهم والأحلام زي ما بنكلم سهام على المستوى على مستوى الأحلام واحد يعني عاش الفترة بتاعي القضية وكان دايما أول حاجة وملاحظ كان بيرتب أحلامه شوية يعني أنا كان من أحلام أن أنا ألعب في النادي الأهلي يعني أخش النادي الأهلي الأول قطع النشئين وبعدين الفريق الأول وبعدين منتخب مصر مدرجين أحلامكوا زي حمزة في الفترة اللي جاية وخاصة أن الرتم بقى سريع غير على أيامنا شوية الرتم بقى سريع جدا وطمحات السن بتاعكو بقى في رأيي بقى متسرعة بزيادة فعم احتاجها ترتيب بتفكر إزاي في المستقبل يا حمزة لا أنا أنا شخصيا ما بخليش الأحداث تسبقني يعني أنا أنا مثلا يعني طريقي أن أنا أعمل يعني أوصل لخطوات معينة يعني مش عايز مثلا أن أكون أنا في الخطوة دي وتسبق أه وأحس مثلا أن أنا وصلت الخطوة دي بادري فأنا أبص للخطوة اللي بعدها بادري فلا أنا أخذ كخطوة بخطوة وأنا أنا لسا يعني لسا عندي تسعتاشر سنة فأنا الموضوع أن أنا أبشاء الهم أنا هعمل دي مثلا كمان خمسة سنين دي أنا سعيبها تماما على على ربنا ثم على النادي أنا طموحاتي كلها أن أنا إن شاء الله يعني أنا فترة الكورونا دي ساعدت لعيبة صغيرة كتير جدا في النوادي كتير جدا هي كل ثلاثة ماتشات كل ثلاثة يام ووراة فدي فرصة للمداربين في أي نادي إن هو يشوف اللعبة صغيرة اللي عندك وانت كنت ضف دائم على تدريبات الفريق الأول كمان يا حمسة أه فده يعني ده يمكن قربني شوية أن أنا بعد فترة الكورونا أن أنا يعني دخلت ماتشات مع النادي وكان أول ماتش أخشه كان ماتش المكسة اللي حصلنا في الدوري حلو أول ماتش بالطول أول ماتش يعني مش الماتش حتى يعني وإحنا في المعسكر على طول خدنا الدوري خدنا الدوري دي طبعا أنا بقى في محاطي إن أنا في الفترة اللي هي كل ثلاثة يام وورادي إن أنا لو خدت فرسيك إن شاء الله إن أنا أمسك فيها وإن أنا يعني أثبت للنادي والنفسي والجمهور النادي إن إن هم يتطمنوا يعني إن شاء الله في حرس مرما إن شاء الله يبقى يبقى على قد المسؤولية يعني بإذن الله بإذن الله وإنتون لسه بتدرسوا؟ لسه بتدرس محمد؟ أنا خلصت خلصت كلية وخلصت تلت سنوي سوري وقدم يعني في كلية تربرة دي أو كان ما شاء الله عشان يعني استكمالا يعني للشغلان اللي أنت فيها ما خلاص ده بقى عملك خلاص وأنت حمزة أنا أنا خلصت صنوية يعني خلصت مدرسة وبعدين روحت بي وي نعم فأول بس طبعا الموعيد الجامعة مع موعيد النادي وكده الدنيا ما تزبطيرش قوي تتضارب آه فروحت بقى لسه من الأسبوع اللي فات غيرت الجامعة روحت فيوتر هتدرس بيزنس هم يعني خير ان شاء الله مش عادي لا لا طبعا الدراسة برضو خلقون شكل هادي ومش متسرع لا عايز أقلهم أعايز أقلهم من الدراسة مش قوي مش قوي انت متغرفيش حاجة ايه? ده انت متغرف. احنا عايزين نعرف. بخالص. الفكرة دي نحب نعرف. بخالص. لدي قدامك كمان. اه بزا. لا حمزة مهم زي ما بقول لكم. بتبقى حتى بتبقى اضافة يعني تكمل التعليم قام بيبقى الموضوع الساعات بيبقى صعب جدا. تتوفق ما بين ديت وديت صعب جدا. لكن مهم كمان انت تكمل الجزء التعليم. خليني اروح معاكم تاني لمنتخب منتخب الشباب. منتخب الشباب يمسلكوا ايه انتو اتنين موجودين على اعتاب تصفيات مهمة جدا. تصفيات صعبة في في تونس معانا المغرب بتاع اعتقد الجزائر ومصر وليبيا وتونس. والتصفيات في تونس. والتصفيات في تونس. يعني حتى كان فيه اخبار انها هتتتأجل شوية وهتبقى في مصر لكن بتأكد انها خلاص. خمستاشر خلاص. خمستاشر. خمستاشر. خمستاشر اي حد يعني يتمنى انه يلبس تشرت منتخب مصر وتابعا انتخب مصر ده حاجة كبيرة بنسبلنا. ده حلم كبير لنا يعني طبعا احنا بنستعد التصفيات دي بكوه جدا. ده من شهر من شهر من شهر تمانية احنا بنستعدي cie? آه من كابت الربيع آسل. كابت الربيع بيبدأ بدري اوي كمان . انا مبتدي مع كابت الربيع من خمسة تمانية. خمسة تمانيةothes. خمسة تمانية يعني احنا بنستعدي بها كوه جدا. يعني ان شاء الله نقدر نعمل حاجة ونفرح يعني جمهور مصر وكده ونفرح كابتور ربيع ان شاء الله بالسعود دي عبر رومة وافريكا ان شاء الله أكيد فيه فرق بين التدريبات اللي بتتعامل بشكل يوم يا حمزة ومعسكرات بقى منتخبات الشباب دي بقى بيبقى ليها وضع خاص بقى احكيلي الفرق بين التدريبين لا يعني الواحد لما بيبقى في تمارينه في النادي وتمارينه اللي هي اليومية في النادي عمم بيبقى خاصة ده بيبقى لايف ستايل يعني انت كل يوم عندك تمارين بتسحى بتزبط يومك ان فيه تمارين الساعة كذا فبسة هتروح فبيبقى فيه كذا حاجة ممكن تعمل في اليوم غير التمارين بس معسكرات المنتخب بقى يعني هو اولا اي حد يعني الشرف لأي حد ان هو يبقى موجود في المنتخب وشرف لأي حد ان هو يبقى موجود في المنتخب يكونه بصراحة يعني كابتن ربيع لان كابتن ربيع قبل ما يكون مدرب ده اقبلينا محتضلنا بطريقة هو محتضلنا بصراحة هو عايز عايز يشوفنا في احسن حد يعني هو مش بيبخل علينا باي ولا ولا حتى خبرة واحدة انت بتقول لي بيجيبه لكو دكتور نفسي بيجيبه لكو المحاضرات النظرية يوميا دكتور نفسي ودكتور دكتور دفزية لا هو موفر لنا كل حاجة الصراحة وجلسات حتى يعني احنا كان جلسات ما بنعملهاش في المعسكر بيشوف لنا دكتورة بره اه العلاج التأهيل لو في حد عنده اه 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 احنا اعمل الجلسات هنتكلم على كابتن ربيع لان كابتن ربيع كمان اسطورة اسطورة اهلوية كبيرة جدا وانا عارف ادي ايه شغفه لما بيشتغل في حتة بيشتغل فيها بضمير جدا ويكفي انك وانت لعيب كمان المدربك بيكون اسطورة كبيرة ده بيديك قناعة وبيديك كمان احترام للشخصية وبيخليك كمان تندمج بسرعة مع افكاره يعني لا هو لما المدرب يبقى لعب كرة قبل كده بخلاص انت عرفته هو عمل في حياته في تاريخه مش ايه العيب يعني فاهم يعني اه بذكره عن كابتر ربيع كابتر منتخب مصر فاهم الدنيا مش هزاي ولعب كالعالم ولعب واخد افريقيا وما هو مدرب صحيح هو العيب حتى في الجيل اللي كان اللي هو كان مسكنا قبلنا في الجيل اللي هو خد بيه البطولة يعني هو بين الخبرات اللي هو خد بيه الجيل اللي خد اللي هو کوحنا احسا لما بنتكلم عن العيبة اللي كان في الجيل ده اللي هي كان معي اللي هو مثلا كابتن كهرابة كابتن رامي دولي لما بتيجي تتكلم معهم بت لا يعني لما بنيجي نقول لهم الحاجات اللي بتحصل معنا زه هي هي الحاجات اللي كانت بتحصل معهم دي بتدينا حتة اللي هو احنا ممكن نخد البطولة زي ما هم خدوا البطولة صحيح فيك Diana احساس كده دفعها كده بيتحسس ان الطعتب اللي احنا اللي احنا متعبه ده مش مش مشرح في اي حتة خلي بقى لك أنت كمان بك شمال ها كابتن ربيع ايوه كابتن ربيع ايوه كابتن ربيع عارف أنا لما بك شمال وكابتن ربيع لو غلطت في حاجة على طول بيشدك لا هو دايما كابتن ربيع الصراحة بيكلم معي على طول ودايما بينقل الخبرات بتاعته الصراحة أنا بيستفد منها كتير يعني طيب احنا بعد الفاصل وده آخر فاصل في البيت الكبير بعدين نكمل كلامنا مع النجوم المشرفيننا النهاردة وينضم إلينا هاتفيا كابتن ربيع ياسين رجعنا مع حضراكم ونجوم من المستقبل في النادي الأهلي إن شاء الله وعلى مستوى منتخب الشباب ومنتخب مصر حمزة حرجع لك أنت حمزة وكنا بنتكلم على الشناوي كنا بنتكلم الشناوي ما شاء الله يعني عامل موسم أكتر من رائع وعايزت تحكيلي لما تلعت اتدربت كان معاكل الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبر تقريبا ممكن أكبر منك ولا بسنة قل لي برضو رؤيتك وانت طالع وبتتمرر مع الشناوي بعد التقلق الكبير وعملوا كلال الفترة اللي فاتت لا هو طبعا يعني في الأول أنا أنا شرف لها أني أتمرن معا بصراحة بعيدا بقى عن هو كحرس مرمى هو كشخصية وكبني آدم حاجة تدرس والله يعني هو رجل في كمية الاحتراف في شغله أهم حاجة عنده إن هو ينزل مرعب وهو جاهز وهو سليم وهو يعني أفضل حالاته آه في كل حاجة آه يعني قبل التمليم ما شاء الله في الجريم شفت التقوص دي إزاي يعني إنت حسيتها إزاي بتقول كده لي يعني شفت إيه؟ عشان هو لأ أي حد في لما بيقبأ كويس الناس بتبص هو بيعمل ليه عشان يقبأ كويس فلما لما الواحد يكون بيتمرر مع أحسن حارس وهنوه في أفريقيا وواحد الناس بتتكلم عندي إن هو يروح يلعب في بريمري ليج يروح يلعب في يعني برق في أوروبا فطبعا لا يعني أنا قابة يعني قابة مش مش زاكي لو لو أنا في التمليم ما بصيتش هو بيعمل ليه عشان بس في الأول في الآخر ده رقم واحد في النادي اللي أنا بلعب فيه فده يعني حاليا ده بيقبأ مساهي الأعلى في المكان اللي أنا فيه شطور ان أنا شوفه وبيعمله قبل التمرين شوفه وبيعمله بعد التمرين وهو في التمرين آى طريقة تركيزه ومسNow ممكن قبل التمرين يهضر مع الناس بس طقول لما نزل الملعب ما عرفش حد حتى إحنا لما نتمر بما معاه في التمرين هو بيتكلم يعني بينصح الصغيرين بس هزار ما في ش lحك مافي تلمه في التمرين شغال هو في التمرين był جدي جدا طبعا. وماشاء الله في كل حاجة دي علاقة بحرس مرمى والعيب ككابتن فرقة في الناد الاهلي لا هو ماشاء الله يعني. عايز ارجع تاني لمحمد الشناوي واكيد ميشيل يونكن كمان بيقولك كلام كبير قوي. وعايز اعرف كمان عينه بتبص على حراس مرمى قطاع النشئين ولا لأ منك يا حمزة بس معنا كابتن ربيع يا سينا على التليفون. اهلا بك كابتن وشرفنا. اصحى محمد اشرف. كابتن ربيع جاء كابتن ربيع زي ما دكتور بيعمل لنا. نعم. زي الدكتور ما بيقول لنا وكده فانا بعمل زي. لا اصحى محمد. ما يجي معد النوم انشاء الله. كابتن ربيع برحب بحضرتك. انا عايز اعرف من حضرتك في الاول. القضية المثارة حوالين اللاعب رامس حفظ الله. وايه اللي حصل يعني الناس عايزة تعرف اكتر ايه اللي حصل في كواليس الموضوع ده يا كابتن ربيع. يعني زي اي موضوع احنا لما حد بيبعث هنا عاوزي تشاف بنبعثه. من الاتحاد فاكت راسي. اه طبعا انا اي حد بيتسهد. بيقول انا محترف في الخارج. انا جبت حوالي تمنتاشر تحتاشر اشيرين ناعب. اه محترف من بره من خارج. اخضر حياتك. اه. اي حد بيقول انا محترف. وعاوز اوله اتفضل. بس ده دور الفن يعني. بييجي طبعا. ولازم اشوف. لانه ده منتخب. ايه. ايه. حضرتك. يفضل بقى بلد عن بلد. ايه حاجة ترجع له اهو. احنا احنا فضل الله تعالى ما عندي لاش مشكلة. للي علينا عملناه ونصف. اخضر بيحركت. ازاي ما كنت انا وعندوكم. ووعدت. واكتلمت مع الاخ مظهر. وانت فضل بالقليل يجي. حاضر ببارح يا كابتن هاني. اتمرر معي ثلاث تمرين. ثلاث تمرين. ثلاث تمرين بالظافة. عشان ما احب اي حد بشوفه ديه. عشان ما برضو يبعملت العلاية. وانتخب. انتخب. انتخب بس. انواجب يا كابتن هاني ان انا اشوف وما ملش. اكون صبور جدا واصل. حاجة اللي اتشرف بي. لاني دي نتاية يا كابتن ودي اداء ودي مسؤولية. ليش اتحب الكبير. ليش اتشرفني يا ربينو سبحانه وتس. ده حقيقي. وبقى اي كلام حضرتك في جزئية. ان كمان المدير التنفيذي للنادي الانجليزي. اكد ان هو اللاعب اختار المنتخب المغربي. وحضرتك يمكن. يا ما اتكلمت ان فيه لعيبة محترفة. وحضرتك باتباحهم بشكل كبير جدا. لكن يعني خلينا نخرج من موضوع ده. لان حضرتك اكيد اكيد عارف مصلحة المنتخب بشكل او بآخر. ونتكلم عن ولادنا الموجودين دلوقتي. لان كمان فيه قصة تانية بالنسبة للولادة بتعوادي دجلة. لكن نتكلم الاول على استعدادات حضرتك للمهمة الصعبة جدا جدا. خلال الفترة اللي جاية للتصفيات المؤاهلة لامم افريقيا. ونتكلم على نجمنا. وخاصة ان محمد اشرف كمان بك شمال يعني. اه بص يا كابتن. انا طبعا حجم الشغل كتير جدا. احنا بنشتغل. كنوا انا موجود فيهم عصر. ومسؤول عن المنتخب. بسؤول عندي يا كابتن هاني باشتغل. انا كل يوم يشغل. هم اللي عندك يقولون لك كل يوم يشغل. قالوا والله يا كابتن. قالوا في الهوى وبقالوا بره الهوى. والله بيقولوا كلام كبير جدا والله. هو حضرتك يا صدي امانة. وده بلدي. وده وطقي. ما يتحسن. ما يكونش طبعا عنده. فصص لنا ان شاء الله. وفي نفس الوقت اخده كل الاسباب. انا دعيف سابق دولي. وفي نفس الوقت وبدرب. كان عندي تجربتين مع منتخبين قبل كده. صحيح. فقى اصد اصد شغل المنتخبات معروف. فصلا مع الولاد. والولاد دول خمات طيبة. مصر مليانة بالنجوم. صحيح. مصر مليانة بالمواهب. صحيح. نجمين اللي قدامكم دول نجمين كبار جدا 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 جدا. محمد اشرف باكليفت ان شاء الله النادي الاهلي بازن ده المنتظر. وحمزة علاء حارس مرمى كبير وهيبقى كبير ان شاء الله. دول مستعد. لازم الشغل معهم يا كبتن هاني وانت رجل كبتن وستاذ وبتدرب قدير. لازم تعرف ان حجم الشغل يبقى كتير معاهم اربعة وشين ساعة دور قدام عناية. لان هما في الوقت ده العلم. مع الخبرات. مع المحضرات. مع الشغل معه. هو اللي هيسقلهم يا كبتن هاني. فانا بروح. فانت. ده الوقت. وقت الاساس. ده الوقت. ده الوقت. باندي بتأسد فيه لاعب ساعدك مع المنتخبات. فالله اصد يا كبتن انا بشتغل معهم وده الاولادي. ودي بلدي. واخضح يدك ما كنتش اموت نفسي عشان بلدي وعشان اولاد امانة معي. اشتغل مع مين. فده الجيل كويس. وجيل مباشر بس لازم يشتغلوا معايا ولازم يساعدوني. ولازم يدعموني كويس قوي بالطاعة. لان انا احبت الشغل كتير وفي نفس الوقت عارف يا يا كبتن انا الكتولة قوية جدا. جدا. طبعا. جدا. جدا. مزموط. هي منتخبات على اعلى مستوى. صحيح. وناخد بكل الاسباب. والله المستعان وخيره. ان شاء الله. كبتن ربيع. احنا سمعنا برضو يعني يمكن قرار لاستبعادك. اتنين لعيبة. من فريق ودي دجلة. من صفوف منتخب الشباب. كلمنا عن الموضوع دوت. يعني هل فعلا قرار استبعادك ده تم يعني خلاص يعني. خلاص طبعا. وبص حضرتك. ما فيش حد عندي في هذا المنتقد اكبر من النظام. النظام في ايه? النظام في اه في التمرين. النظام في المواعيد. النظام في النوم. النظام في المحاضرات. النظام النظام. اي حد بيخرج عن النظام يا استاذ صعب جدا نبام عليه. لان احنا بنشتغل عشان نوصل لحاجة كويسة. كلنا بنشتغل. فالقصود والولد سايف حاجة مش شغل. اللي بتعب فيه المدير الفني. او المدرب اللي معاه. او الادارة اللي معاه. الولد دي قعد حضرتك في فندو. على حساب البلد. على حساب النوطن. على حساب الدولة. ما ينفحش. لازم كل ده يبقى نعمة عظيمة. يصنها. طب معلش كابتن ربيع فيه نقطة. فيه نقطة. فيه نقطة بس. معلش هنا صغيرة. هو تقال انه هم استأزنوا فعلا. من المدير الاداري. والمدير ما ما بلغش هو حضرتك يا كابتن ربيع. هل ده اللي حصل فعلا. انه هم استأزنوا علشان يعني يروحوا مشوار ويرجعوا تاني. والمدير الاداري هو اللي ما بلغش حضرتك. مستوى أستاذ. اللي مسؤول عن هذا المنتخب هو واحد بس. اسمه ربيع. ولا اداري. ولا مدرب. ولا اي حد. المسؤول معا ليه بقى. عشان أنا بنصف وبنصف. يطلبني الكابتن سيدا لحفيز انصف معا يطلبني عن كابتن متعدي بانصف معا. يطلبني عن كابتن متع تحسرتك навер'm أنا بنصب وبنصق عشان عارف بصلاحه فيه. وباخد ودي مع المدربين. وإنت بعته له. وإنت بعتهوش. وده حصل ثاناً مع المدربين. بتعديك لقبل كده حضرتك. اللي أصده إن التنصيق معايا أنا. أنا أعرف إنت أبعته. إنما ولد يخرج. وأنا نايم. عشان بستعدي التابعين بتاع سيطة الصغير. وما يستنسي مني وأفاجئ. ما ينفح. هو طبعاً ولد صغير. نحتاج أن نحن نايم. أنا عارف إنه قرار تربوي في المقام الأول. وأنا عارف شخصيتك. وعارف ضميرك. وعارف بتشتغل إزاي. فأنا عارف إنه ده مش. بس أنا بنوضح الصورة بس يا كابتر ربيع. لكن أنا دايماً وحضرتك. من أي يام ما كنت بعلق مع حضرتك. والالتزام هو يعني هو سبب. هو يعني البيز والأساس بتاع أي نجاح. التزامك في موعدك. التزامك في شغلك. التزامك في أكلك. في شربك. في تدريبك. أعتقد أن أحنا تعلمنا الكلام ده منك كابتر ربيع. وإنت بتنقله لأجيال محتاجة. خاصة في العشر سنين اللي فاتوا محتاجين هذا. إنه سيرجع تاني. الالتزام والانتظام بشكل معين. لكن طبعاً. يعني خلينا نخرج من القصة دي شوية كمان. لأننا عايزين نتكلم كمان على المهم. نتكلم على إن شاء الله السفر. محضر السفر إزاي. القيمة حضرتك هتحطها إمتى. نتكلم على الأمور اللي إن شاء الله تخص التصفيات. اللي إن شاء الله بإذن الله تأهلنا للبطولة اللي حضرتك كمان. يعني شربت مصر بالحصول عليها قبل كده. طبعاً يا كابتن أنا بنعمل اللي علينا والله المستعد. طبعاً إن شاء الله ده ده الأسبوع. الأسبوع رقم 13. ليس بدي من بكرة مشيئة اللي عندي. أنا حاطت البرنامج الأخير حاطت فيه سبع مباراة. بين الدوري الممتاز والممتازبت. سبع مباراة. كابتن بعمل مع الممتازبت. أنا لعبت ماتشي مبارح من أول ماتشي السبع مع أخر ماتشي عندي إن شاء الله أربعة إثناشر. مشيئة اللي عليها. كان أول مباراً بارح. بارح مع فريب كورجيس. وإن شاء الله يوم الاثنين. الأسبوع ده عندي ماتشي ماتشي يوم الاثنين. مع فريب مستابن وماتشي جمعة مع سويس في السويس. فده الأسبوع ده كله أنا أقفه إن شاء الله. نقدر نعالج سلبياتنا ونقاك تجابياتنا. ونشتغل مع الأولاد والأولاد والمحاضرات. وفي التحفيز والثلبيات والإيجابيات والشخصية والتونس والمغرب والجزار والليبيا. ده كلهم يجب أن نتكلم ويجب أن نتطرق عليهم ونعرفهم. إحنا لعبهم ما لم نشاهدهم. لكن يجب أن نشتغل الشغل بها إن شاء الله. الشغل بداية إن شاء الله الأرب إلى المنافسة القوية جدا. فإن شاء الله نشتغل يا كابتن وربنا يكرمنا. إن شاء الله جيد كده كبير لنتيجه وبهدائه. وهما يتعبوا الأولاد معي طبعا. ويستعدوني كتير كده إن شاء الله. إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى جيب الخير ونكسب إن شاء الله. إن شاء الله. وكيد نظرت حضرتك طبعا كابتن ربيع الثاقبة. عايزك تقولي في خلال عشر سنين. مين من النجوم اللي معانا النهاردة يعني. أو اللي في المنتخب تتنبأ له بمستقبل. يعني نفكرهم به إن شاء الله. لو كالي نعمل. أستاذة طبعا كابتن هاني. أنا أقولك النجوم إمتى إن شاء الله. أقول لحياتك النجوم إمتى. لما نرجع من تونس يكون لعبنا مباريات رسمية. ويقدر العيب يكون قد مؤادة. أقدر أقول لك إنما يدوك لهما تشتغل دائما يمتعش. بعد الرسمي أقدر أقول لحضرتك مين اللي هيبقى نجوم إن شاء الله تعالى وميه النجوم. أنا بأييدك. أنا بأييدك طبعا كابتن ربيع في النقطة داية. لأن كابتن ربيع بيتكلم على نقطة. إحنا مش حاجزين من بدري نقول مين النجوم. نحفزهم هما كابتن هاني. آه لكن في ناس بتاخد معلش التحفيز ده. بتاخدوا بشكل آخر. أنا فهمت كابتن ربيع كويس أوه في النقطة دي. إن لغاية دلوقت إحنا معانناش حاجة. أعتقد الكلام ده بيقوله كابتن ربيع اللي غاية دلوقتي معانناش حاجة يا. فصل عزو الحاجة يا كابتن. فصل عزو الحاجة. فصل عزو الحاجة. فصل عزو الحاجة. هو اللعيبة دي اللي عندنا ما اللوتامك دول يا كابتن هاني أشرف. وحامسة لعب ودور الممتاز. وعندنا حوالي 35 نائب لعب دور الممتاز. بس لدي جنسة دور الممتاز. ونروح بفضل الله تعالى وإحنا لسه لعيبة. أنا مش عاوز يا كابتن هاني تعرف قصة اللعب طبعا. وقصة إنه ممكن. واخد بقى لك ينسى حاجات كثيرة جسد. إنما ده مباشر. ده جيل مباشر إن شاء الله. كل شيء. بس فهمش يا كابتن هاني إن شاء الله. لنفس في الرسم اللي مشيعة اللعب. مزبوط. مزبوط. إن شاء الله ربنا أوفاك. إن شاء الله يكونوا عند حصن ظن حضرتك. وعند حصن ظن بلده في الأول في الآن. شكرك يا كابتن. شكرا يا كابتن ربيع. يشخرا يا كابتن ربيع اَشكر يابن. شكرا كابتن ربيع. اه وكيد. شكرا يا كابتن. تشوف عاشاتك بكرة إن شاء الله. عندكو بكرة خلاص بكرة الصبح تدريب. بكرة نصلي الجمعة مع بعض إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. عايزينوا لو شايفين الحماسة الشدة الحلوةwithك dapat الكابتن الربيع إن شاء الله البطولة الأفريقية وتروحوا كاس عالم لأن أنتوا كمان جاي دوركوا بعد كده الأولمبياد والفريق الأول إن شاء الله إحنا لما بنشوف القائد بتاعنا كلنا بمهتم للدرجات دي ويعني ما شاء الله بمركز كل حاجة دايماً بيحمسناك على طول يعني دايماً بيكلام معنا كتير بيحفزنا كويس للبطولة يعني كلمني كده عن المحاضرة النفسية اللي تتعامل اللي بتاعة أخدوها بشكل يومي برضو محمد هو مشيئاً هو بناخدها مرتين في الأسبوع مرتين في الأسبوع بتبقى معهم ده طبعاً بعيداً يعني ده غير المحاضرات بتاعة الكابتن ده غير بقى في محاضرات فهمية فكير طبعاً في بقى محاضرات للفرقة كلها بيقى في محاضرات للخط الدفاعي للخط الهجومي في محاضرات لحراس المرمى مع كبتن محمد رزيق مداري حراس مرمى المنتخب هو مقاسم مقاسم لخط الدفاع مع كابتن عب سطار مع كابتن فاروق وخط لجوم مع كابتن ابسطار على التخصص طبعا مش عايزين ننسى كابتن هشام كابتن هشام طبعا يعني انا شخصيا بموت فيه بصراحة كابتن هشام المدرب وكابتن هشام المدلك لا طبعا ليه قلت كده؟ عشان فيه كابتن هشام ده لا لي قلت بموت فيه حلقته مع اللعيبة حاجة تانية يعني ممكن مثلا لو طبعا اي مدير فني ساعد بابعاز يشد اللعيبة بتاعته فممكن مثلا يشد عليها شوية يا مثلا يشد علي واحد شوية مش عارضيه بس على طول اللي بيدخلنا تاني في الموت بتاع المعسكر في ثانية الواحد يبصله بس في المحاول مثلا يبصله كابتن مثلا زعلان منه او حاجة يبصله بس بيسترعي هو المهم ان الدور عند الكابتن الربية دور كبير جدا وهو بيحاول يعمل يعني بيعمل دور كبير لكن كمان الناس اللي حوليه ده الاستطاف اللي حوليه ده شيء مهم جدا كمان كله بيكمل بعض يا حمزة بيكمل بعض لان لا ما انتوا شايفين انت عندوك بطولة كبيرة وعندوك ان شاء الله مشوار طويل لكن نرجع للنادي الاهلي رؤيتك كمان انتوا كلعيبة صغيرة في مشوار النادي الاهلي السنادي في الدوري ورؤيتك كمان ان شاء الله في سبع واشرين نوبامبر نبدأ يلا همه هو طبعا قبل قبل الكورونا النادي الاهلي كان ماشي كواس جدا في الدوري وكان محقق تاني افضل مسيرة في تاريخ النادي اللي هو بستة شر فوز بتهادي با ريكورد طبعا اه فده اخد انتلاقها كبيرة جدا وكان حاجة كويسة وبعد الكورونا برضو بعد ما مستر المسلمان برضو كمب وكده كمب فاكمل وخد حاجة كويسة برضو ان هو يعني بعد الكورونا ان هو يشيل ويشوف الفريق البدني ويوقف الفريق تاني عجب بكشك الفرقة عجب بكشك الفرقة المصطفى الافريكي بقى شوف شوف الوداد وكنت تشوف بقى شخصية شخصية الاهل يعني هبت النادي الاهلي بتحس بيها يعني النادي الاهلي لو في حيطة قدامه مش فرق بس بقى اللعيبة حاسة هو المسلمان بقى رجع مستر المسلمان لا هو بصراحة يعني عمل كده كأنه رمى كورة والكورة دي طلعت فوقهم يا فوق الدنيا فوق بعدهم مهتم جدا يعني حتى بنا احنا يعني انا في يوم واحنا في المعسكر كان يوم اجازة يعني كنا لعبنا مطش واخدنا يوم اجازة فانا روحت النادي عمل جلسة في النادي وعمل في النادي فهو شفتني واحنا في النادي يعني ده ايام بقى متشاط افريقيا يعني هو لسه كنا مليون حاجة اه في الناقى حاجة كتير اوي واول ما شفني سألني على المنتخب وسألني انا رجعت ولا لسه هلو احتاني وسألني لا سألني عارف عن كل حد يعني مش مركز مثلا مع حداشر اللي بقى دين مش مركز مع التمنتاشر اللي في المرش اللي في المرش هو مركز مع الناس كلها وعارف كل حد فين وكل حد بيعمل ايه كل حد مركزه ايه وباليعني يعني دليل على كده برضو ان هو بيطلع نشيئين بصراحة عمر الموضوع ده مخاصة دي احنا ما شاء الله في التمجين دلوقتي بنعمل تقسيمة النشيئين اللعيبة لا بتبقى تقسيمة يعني بتبقى قوية وممكن انا بس هقول نقطة معينة لان كنت موجود في النادي الاهلي فترات معينة كنت شغال وكان في نوع من انواع الاحباط شوية بالنسبة اللعيبة ان احنا هنطلع امتى وان احنا كده كده ما عندناش فرصة الفترة اللي فاتت اعتقد فيه تغيير جزي بداية من مجلس الادارة لغاية الاجهزة الفنية لغاية برضو بصراحة عشان ما نزلمش حد لحد الناس في اقطاع النشيئين اه طبعا عمل شخص للناس كلها يعني اي حد كان حاس في النشيئين ان هو مظلوم او ان هو مسلا شايل هم الفريل اول شايل هم فلوس شايل هم اي حاجة لا كانت خالد بصراحة مساه للدنيا للناس كلها من مدربين للعيبة لعمال لكل حد هو بصراحة ماشي بشكل اكتر رائع وكمان انتو حسيتو بيبقى الاول يعني حسيتو خلاص ان احنا لسه متمردناش قوي مع ال اه لكن انت شايف عربي وشايف فخدي وشايف شادي وانت يا محمد برضو مسلماني صعادك يعني انت صعب كان ليه بفضل بعض ربنا انه هو صعادك الفريل الاول والصعب يعني احكيلي بقى كانت ايه نصايحه ليك لما اتكلم معاك وانت بتقول لي مركز في كل مع كل لاعب دايما في الملعب واحنا في التقسيمة يعني لو شاف اي حاجة غلط دايما بيوقف التقسيمة ويتكلم معايا او اي لعيب تاني يشايف بيصحح بيتكلم يعني بيصحح الاخطاء لو في خطأ بيصحح الاخطاء بتاعتنا وكده فهو مهتم بينا يعني مهتم بينا كبير يعني مش ايلي ايانكم بتموت فيه ولا لا زي كابتن هشايف لازم اقوله اه خلاص ايه خد الطلق لا انا بيقولك ايه هو كان او يعني انا طلعت اتمرأنت مع كابتن طري سليمان اه وطلعت اتمرأنت مع كابتن مصطفى كمال بس اه كوتش ميشيل اه لا هو يعني اول مرة يعني هو مسلا جيت فرج علي مارش اللي فات في المنطخ اه يوم اجاسته اه جالك مخصوصي جالي المارش وانا اساسها مكنش حرعب يعني انا المارش ده انا مكنش بادق الجنة اللي كان بادق اه يعني اضطرت في اول في اول المعشر ده. فانا يعني سبحان الله. انا مكنش على بصل. وانا لعبته. يعني بيتابع يعني هو. بيتابع وبيكلمني يعني بعد ما مشي. وانا مشيت. اتكلمنا مسلا متع نص ساعة التليفون عن المتش. ايه بتو بقى ابرز بقى ملاحظاته وفي كلمة بيقول لك ايه? شايفت ازاي? اهو اهم حاجة بالنسباله الشخصية. بتاعت يعني بتاعت الجم بتاعه. ده بقى هتقبقى. ده دي بالنسباله هي هتحدد يا اما ده جون كبير او ده جون مسلا هيتمرن شوية وينزل هيتمرن شوية ويروح اعارة يمشي. ايه بالنسبال له المن تلتة دي حاجة مهمة جدا. شايف فيك امال يعني يا حمزة. ان شاء الله يا رب. لا كلنا على فطرة. على فطرة حمزة من الحراس اللي يعني مميزين. مميزين. الموهوبين يا كابتن. موهوب. موهوب. صراحة يعني والله مش بجامل فيه. لما بيه فيه تمرين شوتين على الجنب بتجيب في حالة ولا? لا هو هو يقول لك بقى هو يحكي لك. ايه يحكي لي يعني. فيه انا عارف التدريبات اللي. ما كنش بس بقى ساعة لي شوطة. مش عالية. طيب بقى قولي طب انت كلمني عن محمد ومحمد. دايما بتخاني معي الصراحة. مسمينه ايه بقى بارتش? بارتش? بارتش عبره. ايه بارتش دي? هو دايما كابتن لو في يعني كرة جاتل التسديد او كده او فيه تمرين للتسديد. ايوة. فهو دايما. احنا متخاني مع بعض عطول في الحتة دي. تبكرة جوة الستة ورده. في التمرين. جوة الستة. ولا ايدي حاطي توشي. اه يعني ما بيرتنش ده. اه اه اوكي. لا لا اه هو اتفوقات. لا مش بسيرش. اه اجد انت بتغمّل عينك سعيد. اه بيشوفهاش. انت كده بيبرتش بيبرتش. بس دي ميزة كويسة انك بتشو يعني بتسديد كويس يعني. طيب ده حاجة كويسة. وحمزة طبعا. الصراحة هو كابتن هو والله مش بوكي عشان هو قاعد. هو حرس موهوب بمعنى الكلمة. موهوب. هيبقى ان شاء الله يعني حراصة الاهل في المستابع. ان شاء الله. بإذن الله. وانت كمان ده بقى برضو جامد نشوفك ايه. اه بيطورا. قول لك كلمة تانية يا حمزة يعني صاحبك. اه. مسألك اعلى مين. طبعا بعد كابتو ربيع طبعا. طبعا انت قلتها بسرعة انا انا اعرف كابتن ربيع بمثلكو يا محمد تبجد. انا اعرف مسأله الاعلى طيب يعني طبعا كابتن ربيع. لكن مسألك الاعلى. نقول نحلينه دوليا ولا خلينا يعني اختار انت. طبعا كابتن عنا معلول. بشوفه بشوفه حاجة كبيرة جدا بالنسبة لي. انت شابه شوية. اه. في. الناس في منتخب نسمينه وعلوله. اه. شابه شوية. من شكل انزا. واستيل لعبه. استيل لعبه شوية. هو اللي اتنين بيحبه الكرة قوي. اه. يعني بيحب كرة تبقى تحت رجليهم. اه. محمد اشرف تبقى الفرقة كلها ضغطة عليه. اه. وانا خلاص هولع في ورق. شيء ايه. ولا ايه ده بيهلم وبيعدي ومش عارق. لا لا. في مرة هتقلش منه. اه. في مرة هتقلش منه. اه. كلنا. اه. معلول هو قدوة. عالميا طيبة محمد. عالميا روبيرت اسمت علي فرغول. اه اوكي. انا ده ده من افضل لعيب على مصطلع العام فعلا بوقتي. بشوفه الصراحة. اه. مميز. مميز جدا يعني. هم. اه حمس. انا غير الكابتن رابية برضو. معنى رابية انا طبعا قابتن محمد شهوني ده بالنسبة لي ده رقم واحد وملوش رقم اتنين. فعلا. بالنسبة لي انا فمسلا هو كجوم منتخب مصر كجوم مش عارفية هو رقم واحد بدون يعني رقم اتنين اللي بعده فرق كبير كبير قوي. وعالميا بقى بحب اتنين قوي الصراحة. بحب الاسن. بحب. الاسن. البرازي. اه. وبحب ترشتجن. طب ورشلو. انا بحب ترشتجن عشان انا. ملتش ناير ليه طبعا كنت مستني ناير. ما عشان كل حد بقى بيقول ناير. ما غير شوية. لا بس انا بحب ترشتجن عشان عشان اه عشان انا بحب الجون اللي بيلعب برجل. يعني بحب. طب ده ما فيش اكتر واحد بيلعب لغة ناير. اه تشتجن. لانا تشتجن. ما تشتجن. يعني الاتنين بلعب وبالهم. بس انا قلبي بيقع ما انت تشتجن لانه بيعني بيستني قوي. ما بيخافش. اه. يا ربنا يجد ويجد. طيب لازم برضو نتكلم عن كابتن ربيع يسين لان انا عارف ادوره مهمة برضو مع هكوة. عايز اعرف بجد بعيدا بقى عن الهزارون. انا عارف انه هو يعني صارم جدا وحازم. يعني هو مراقب كمان جاي جدا يعني ليكو. بس فعلا بيمثلكو ايه. يعني انت بعد فترة كده ممكن تقول. انا تعلمت من كابتن ربيع واحد اتنين تلاتة مش اتعلمهم من اي مدرب تاني هيمر علي. وانت متأكد مثلا من ده. طبعا كابتن ربيع يعني هو مش بيبقى عنها باي حاجة. هو طبعا كان كابتن مصر في كاس العالم. هو الخبرات اللي عنده كلها بينقلها لينا. وخصوصا هو كان في في المكان بتاع انه هو كان بيدعب بك شمال. فهو انا الخبرات كلها اللي اللي عنده بينقلها لنا الصراحة يعني. انا بستفد منه كتير. كتير جدا. وانت امها يا حامس. لا انا اكتر حاجات على الامتاب من كابتن ربيع الكمية التركيز والالتزام والاندباط اللي هو بيحطها في اي حاجة هو بيعملها. يعني مسلا انه وبعدين في المحابرة او في قد يخش مسلا قدت اللبس. مش عاجبه منظر يعني مسلا الجزة من اللعيبة. اه لازم يكون اللعودة مترتبة وشكلها كويس. اول ما يخش ما يبدأش كلام مع اللعيبة غيرنا ما تقبل. كل حاجة متنزع. قبل ما نمشي من الملعب الفرعي ما كان ما بنعمل استشفى. ده مهم طب. لا كل حاجة هو بيعود اللعبة. زي ما دخلنا زي ما خرجوا. بيعود اللعبة ان كل حاجة هما بيعملوها هما في مسئولية. بصة بصة خلي بالكم الحاجات دي مهمة جدا. ويمكن هو كابتن ربيع من مدرسة كابتن جواري شوية. والحاجات انا كنت بشوفها وانا صغير. ياك نا هتبقى كابتن هتخنقنا والمعسكر والخانة. انا كنت بقول كده فعلا. وانا مع كابتن جواري كان تقريبا مدرسة كابتن ربيع ياسين. وانت لعيب. سدقوني وانتوا في الاحساس ده. انتوا كلعيبة ممكن جدا يوصل لكم الاحساس ده. لكن هتعرف قيمة اللي بيعملوه كابتن ربيع. بعدين. بعد ما هتمر مثلا. مش هقول لك. هتمر عليك السنين شوية. وتحس. لا انت بتجني سمار ده. النقطة اللي بتتكلم عليها. يا حمزة نقطة الترتيب ونقطة النظام. دي نقطة مهمة جدا. مش هتستفيد بها انك بتوضى بقوتك. بس لا. لكن الحاجات دي بتاخدها معك الملعب. المنظم والمرتب واللي بيركز بره الملعب. غزبا عنه هيلاقي التركيز والترتيب والنظام ده هو الملعب. وده الكابتن ربيع بيحاول. ممكن يكون طف شوية. ممكن يكون. لكن دوت زي ما بيقولوا كده الاب اللي بيخاف على ابنه هو دايما بيدي له يعني بيدوس عليه شوية. فكل اللي بيعملو كابتن ربيع والمدربين اللي حيمروا عليكو. خدوا منه ده. لان ده هتستفيدوا منه. صدقوني زي ما انا استفدت من كبات كبار جدا جدا واللعب اكيد هتستفيدوا منه. ان شاء الله. ده نصيحة لكم. ان شاء الله يعني. انا شايف فيكو رغبة ان شاء الله في الوصول. روح المسئولية كما ان شايفها. ان شاء الله. ده حتى كابتن اللعبة اللي كان في الجيل اللي خده البطولة. رفعت وصالح وقهربة. هم كانوا بيحكوا يعني. سبقوكو دول. عالمحاضرات اللي هو كان كابتن بيقلها لهم كلام كتير اللي كانوا بيقوله لهم. هو يعني. الكلام اللي كانوا بيقوله لهم يعني. فرق معهم بعدين يعني. قال يا ريتني ان كنت خدت بالكلام ده دلوقتي ومشاهد. يحس بقيمته بعد فترة. اه. فهم حاسين بالكلام ده دلوقتي. فاحنا احنا دلوقتي بقى فاهمين الدنيا ماشية ازاي. محمد انت قاعد في الشرقين? انا من الشرقين. ما انا عارفة. دلوقتي مقيمتهم. حاليا انا. حاليا انا قاعد مع معسكر المنطقة مصر. معسكرين هنا في في مصر الجدهة في مدوك تريعا. انا فاهمة. دور اسرتك. يعني انت بتروح وبتيجي ولا انت. معسكر مغلق. اه. معسكر مغلق. هو لا. هو انا لو. هو انا لو. انا في من الشرقية. اه. مركز بالبيس. قرد الزوال. اه. عارف. فانا. انا لو في النادي. لو في النادي. ما عنديش معسكر منتخب. كان فيه استراحة الناشئين. فدائما كنت بقعد فيها. فهم موفردان. واهلك في بالبيس. واهلي في مركز بالبيس. فقدت بابدت ولو بنزل في الاجهزة بتاعتي بس. لكن لو في معسكر بنعا. من لك اخواتك امحمد بلعب كورا ولا? ليه يا اخوي احمد بيلعب. والله. بيلعب في اربعة شر سنة. الفين واربعة. الفين واربعة. ستشار سنة. ستشار سنة. ستشار سنة. هو بيلعب في الانتاج الحربي. واشور زي بس مش بيلعب بكشماع. اه اه. بيلعب اه قدام. هوا. بيلعب هوا. وإحنا صغيرين كان دور مهم جداً دور الأب والأم الأسرة يعني شجعوكم إزاي أنت دلوقتي أكيد الأم آه أنت غيب عني يعني دور الأسرة إيه معاك في أنك تكون موجود في النادي الآلي وكمان منتخب مصر طبعاً أنا كنت برعة في نادي الشمس وأنا صغير وبابا يعني وكان شايف أن أنا لعبتي في سنتين وبابا كان شايف أن ما فيش اهتمام كويس ولمش شايف أننا أحاجة في نادي الشمس وكده فهو اللي خلانا أقعد من نادي الشمس خلانا أقعد ععدت سنتين ما تعب شكورة كان قراره سنتين كثير سنتين كثير عشان أسقط كايمة برضو يعني عشان ودائما كان هو اللي بيحفزني وهو اللي خلانا أروح اختبارات النادي الأهلي وهو دائما اللي كان بيدين السكن أنت كويس وعسا مني شافت في اختبارات النادي الأهلي كابتل محمد شارف كابتل محمد كنت ماشي في النادي، وكان الفرقة عندها تمرين جوا، فكابتن شرف في الملعب، أنا كنت رايح مع صحابي، بس أنا مكنش معالي بس كابتن، مكنش معالي بس، فاستأذنت من كابتن شاف أنه ننزل التمرين، كابتن بعد إذنك مش عارف شوفني بس، طب استنى استنى بس عشان نفهم القصة، أنت قابل الاختبارات خالص؟ ده قابل الاختبارات، طب يعني أنت قابل من روح الاختبارات دخلت النادي مع أصحابك، وكابتن شرف كان بألفين واحد كان بيمرن الفرقة، وأنت معانكش لبس، وانا مش معالي بس، دخلت الكابتن شرفت طلو أنا بلعب كويس، فشوفني بس يا كابتن بعد إذنك بس، يا كابتن بعد إذنك شوفني مش عارف ايه، الصراحة بابا تقبل كده ونزلني، وما كملتش كابتن دقتين تلاتة بالزبط في الملعب، يا كابتن طب شوفني طب شوفني، لا، كابت نتعبرا حاجة، نہ لك كأتش عمل حاجة، يا كابتن انت خلاص مع الفريق، خلاص انت معانا يا كابتن معانا، لا تقدمت بتم سوف تقريبه؟ لان لمس قبل اللمسة وحدة، يا كابتن معانا كأتش حاجة لسه مش عالف ايه، يا بدأ انت هذه شرفتك بالفرق، مش مصادة. مش مصادة. مش مصادة. فهو الصراحة هو اللي اكتشفني وهو الـ وأنا كابتن ما قدش باعه بكش معي. انا كنت باعه بانجيش معي. مين اللي اكتشفك في البكشني؟ هو كابتن شرف. هو اللي رجعك. هو كابتن شرف دماغه في الكرة بصراحة. يعني حاجة. لا كابتن شرف مدارب. الصراحة كابتن هو. عارفت الشرف طبعا دماغه. الفضل الفضل كبير بعد بعد ربنا. طبعا عشان يعني انا خاصة عشان منساش حد انا كابتن ابراهيم رياض. بالنسبة لي ده حاجة كبيرة جدا. كابتن اكرامي. ده طبعا يعني انا اول مرة تلاقيت فريق اول كان كابتن اكرامي اللي كلمني قال لي انت بكرة مع فريق اول كان. فده طبعا الراجل لي يعني حاجة مهمة جدا بالنسبة لي. وطبعا بقى المداربين اللي قبل كده كابتن مصطفى فتحي ده يعني يخلي اي جون احسن جون في الدنيا. ما شاء الله. وفي بقى الجهاز بتاعنا دلقتي عشان طبعا ما ننساهوش كابتن ياسر ردوان. مم. كابتن اينو. اينو طبعا انا. وكابتن تامر الدسوقي طبعا. كابتن تامر الدسوقي يعني هم دار بتاعت دلقتي وهو اللي اختبرني في الفين وتمانية. ياه. يعني هو اللي اختبرك واختارك ودلوقتي بقى ندربك. هو كابتن طارق سلمان. مم. طارق سلمان وهو كانوا بي كان هم اللي بيختبروني. وبعدها برضو جاي محمد كده انا كنت مفودة روح تلات يام واربعا. انا رحت اول يوم. وبعدين تلات تلات اومدي. مم. فانا مستنى بصراحة ما عادتش اقول لهم اشوفوني. اشوفوني. كابتن ما كملتش دقتين. يا ابن خلاص انت خلاص بقيت. انت ما كملتش دقتين يا محمد خلاص وبقيت في الفرق. حلولة انت في الفرق عايز ايه. لا اما كنتش فاهم انا بقى كنت لسة صغر شوية. ده كابتن ده من الفين ومن الفين وستاشر. اه. كابتن ده اعملتش حاجة. طب شوفني طيب. يا ابن انت خلاص معا. والدك طبعا كان في حتة تانية. كان جاي حاجة انا. والدك كان في حتة تانية. صح? لما عارف ان انت خلاص مضميت بقيت في النشوة. انا بصراحة يعني رستالتين صغيرة ليكوا بصراحة يعني امسكوا في المكان كويس اوي. انت في احسن النادي مش في افريقيا في العالم. اعرفوا قيمة النادي. انا متأكد انت عارفين قيمة النادي كويس اوي. رتب تموحاتك. وحمزة انت عارفني واتكلمت معك قبل كده. وانت كمان محمد. ان شاء الله تموحاتك. كابتن ربيع ياسين ان شاء الله بيأهلك انك تكون لعب على منتخب مصري. يبقى لعيب دولي. دي جزئية مهمة جدا. بعد انت بتمثل النادي الاهلي. بتمثل منتخب مصر. اكيد تموحاتك انك تلعب بره وتبقى محترف تمثل مصر حتى في الدوريات الاوروبية. كل ده يا جماعة محتاج مجهود كبير جدا. محتاج. هتضحه بحاجات كتيرة جدا. هتضحه باسعاد بسحابكو. بوقتكو. بخروجاتكو. فكل دوت ان شاء الله يعني تعملوه عشان عايزين نشوف نجوم كبيرة. وانا يعني متفائل بيكو ان شاء الله. وسعيد ان انتوا كنت مجهودين معانا هنا في البيتي الكبير يعني. يعني دي حقيقة واشكركوا عليها يعني. انا سعيد جدنا كابتن طبعا. الشرف كبير للا طبعا انا اعدل ضم حضراتكو. طبعا كابتن هاني. انت. حبيب يا محمد ربنا خلينا. ربنا خلي كابتن انا للا الشرف طبعا انا اعدل حضراتك. ومعرف في بيتي ندي بأهلي طبعا. شكرا لك يا محمد. شكرا لك يا حمد. لا انا طبعا انا سعيد جدا. انا كنت معا كل نهاردة وان شاء الله تعباش اخر مرة يعني وباذن الله يعني. الجايات كتير. ان شاء الله. وشرفونا завтра. شرف صفاء س antiquصر بالعين. ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله. شرفتونا في البيت الكبير. دي كانت reconocى يوم الخميس. ان شاء الله يوم الحد حلقة جديدة في البيت الكبير من عشرة الوحدة.